وكله مدربه ليه واحد صاحبه حبيبه مزيع ولا صحفي ولا اعلامي بيفضل يساند فيه شوية خلي بالك فيه لعيبة كتير عندها مشاكل نفسية والله العظيم والله العظيم فرح الحياة ربنا فيه لعيبة عندها مشاكل نفسية كتير انا شايف شايف حاجات يعني كوارث شايف ناس بسلاح وحاجات جول ملعب تقول دلوقتي اللعيبة اللي بيستخبه واللي بيهرب واللي بيعمل وبيعمل لا لعيبك دي كانت مختلفة بخلي قريبك كده كده الفلوس بيتريني خلاص اه اوالله ناودي الشاكل انت ما حدش بيحاسبه معك انت حاسم دغدغ الدنيا بين الشوتين متخسرين من البرازيل 2-0 دغدغ الدنيا بتلاقي بقى الراجل ده بيعرف يتكلم كويس بيعرف يقول كلمتين مش عارف ايه وانا درس هنا وانا معي وانا معي وانا معي ولا حاجة اوالله العظيم انا بحيب بمانش البرازيل اكتر بالرغم ان ايطالة اللي احنا كسبنا انت ممكن تروح اهل وزمالك وحياتك تنتهي يعني انا دي شفتها مع لعب كتير دي كصة تانية وكصة برضو احنا عندنا تحت الصفر مش من الصفر اللعب يا باشا دلوقتي انا لو مشيت من النادي ده هروح النادي تاني ومش فارق معي حاجة الجول ده انا عمري ما بنسى صوت الاستاد الاستاد كله بشجعنه السلام عليكم يا اصحابي اهلا بكم حلقة جديدة من جول كاستو النهاردة ضيف برضو مميز جدا جدا ضيف عمل حاجة صعبة في الكورة واعتقد ان هو يعني ايه مش عكس المنطق شوية في الكورة ان هو راجل عمل انجازات مع منتخب مصر وليه بصمة مع منتخب ومباريات تاريخية شارك فيها بدون ان يلعب في الاهل والزمالك ودي حاجة طبعا عكس المنطق وعكس الطبيعة البشرية وعكس كل حاجة في مصر يعني ولكن النهاردة معي احمد سعيد اوكا مساء الفول لكابتن اوكا ومنور الدنيا ومبسوط جدا ان انت تقبلت الدعوة انك تجي مساء الفول لعبد الرحمن وانا مبسوط ان انا معك جدا وانت انا تحت عمرك في وقت يعني انت عشية عمره والناس المحترمة جدا وكنا طبعا برضو كنلاقي الشرف ان احنا في وقت منتخب مصر لما كنت منصق اعلامي كان طبعا كنت موجود في الوقت اللي كان فيه طبعا بيلعب دور كبير جدا كابتن احمد سعيد اوكا يعني زي ما بقول الحتة دي عكس المنطق يعني عكس الطبيعة كده اللي هو ايه دايما لازم منتخب بالذات المنتخب يبقى فيه ضيوف شرف من برا الاهل والزمال لكن اصحاب باصمع من برا الاهل والزمالك دي صعبة شوي خلي بالك اللي انت بتقوله ده مهم وناس كتير مش يعني مش ما تفهموش ما تحسوش قوي انا كان بيتقال لي كده يعني انا اول مداخلة عملتها كان في الراديو بعد انضمام المنتخب اتقال لي كده اتقال لي انت اضافة ليك قواني انك تروح المنتخب حتى لو هتتمرن بس ما تفكرش انك هتلعب فانا كنت باسمع الكلام وبحطه جواه تحدي وكانت اول مباراة لنا كانت في تصفيات كاسعالم كنا تعدلنا في استاد القاهرة واحد واحد وانا كنت برا الاسكور ده زنبيا؟ كان زنبيا كنت قاعد فوق في المدرج وكان معاي احمد عيد واحمد السيد وكانت مجموعة بالعيبة كبيرة كان المنتخب وقتها يعني كان فيه عمالقة يعني كان فعلا اللي يروح وينضم المنتخب لقايمة كان يبقى شرف كبير اوليد فهنا عاعد فوق كده فبتفرج عالماتش فقلت لا احمد عيد احنا نلعب طوله احنا نلعب والله عزي ما لقى احب فاخدنا الموضوع بازار بس انا كان جواه تحدي والحمد لله يعني الظروف كلها ساعدتك بس هي كان نقطة مهمة اول كان لازم لوحد ينضم اهلي وزمالك فعلا بتفرق في مصر بالذات كانت التجربة دي بقى هتكمل وبشكل اقوى يعني بالذات ان انت لما بتروح منتخب مصر وانت مش في اهلي وزمالك سهل انك تخرج بسهولة قوي لما هنستمعت خمسة انت مبدئيا كده يعني بس مهمة رحيم من نسبك كبيرة من الخمسة يجب ان تعمل حاجة مش طبيعية المعنى وقتها كان بترحسن كان الحقيقة يعني كان فير كان الافضل بيلعب والواشق من وجهة نظره بيلعب بس طبيعي انك انت اي لعيب بيحصل له دروب بيحصل له نفسيا بضغوط وانت في اهلي وزمالك بتتسند برا اهلي وزمالك يعني موضوع بلا تعالى مش مستوىك نزل عشرين في ماء مع السلامة لكن لو انت في اهلي وزمالك حتى ممكن يبقى مستوىك ثابت بس الظروف مش مساعدة يعني انا خرقت عشان احنا مروحناش مع التصفيات كاس عالم فبيبقى لازم يحصل تغيير بيبقى لازم يحصل لحد جديد يخش فيخش مكمة بالضبط فانت بتيجي يعني انا حتى اخر التصفيات دي انا مش هلقيت ايش اخر ماتش جاي كابتان عبدالزاهر كان هو ساعتها محترف وانا اخر ماتش ده استبعت كنت برا حتى الاسكور واكبت عبدالزاهر دخل ولعب فانت بتخش وبتعمل عليك وبيبقى الموضوع صعب انك تخش اصلا المتخب ولعبت وبتظهر بشكل كويس بس ازاي انا بقولك يوارد المدرب عاليت غوط كبيرة جدا من الاعلام وخلي بالك انا برضو بعد اول ماتش كنت حاسها تهاجم جدا لما انت لعبت ماتش الجزائر في الجزائر اتهاجم جهاز كله تهاجم كان تلاتة واحد اه جزائر في الجزائر وبعديها على طول كنا كرات وكل الناس اتفاجأت ان انا لعبت والحمد لله الحمد لله كنت مركز جدا وظهرت بمستوى كويس في ماتش البرازيل وماتش ايطاليا وبرضو كان سيناريو الماتشين حلوين فظهرت بمستوى كويس يعني برضو كانت من الحاجات ان انت كنت تلحسن او الجهاز من سندك فكنت لازم تبع على قد المسئولية صح فالحمد لله كنت وقتها برضو على قد المسئولية وكنت ظهرت بشكل كويس وجات بقى بعد كده تصفيات برضو شاركت فيها كلها بس كنت بقى لعب المنشطة اللي بره برضو معرفش وجهة النظر ايه فيها يعني لعبت زنبيا بره لعبت رواندا بره الجزائر لعبته بره كل المنشطة اللي في نصر ملعبتهاش معرفش ايه السبب معرفش فنية فكرة مثلا ان هو حسس ان الجمهور مش هبقى في ظهرك قوي فانت بره مفيش ضغط بقى بره اصعب بره اصعب وحر ودنيا وخلي بالك المنشطة دي كانت في الاخر ومؤسرة جدا ونحنا كنا عكينة في الاول كنا عكينة في الاول يعني انا فكرة ماتش زنبي هناك واحد صفر بجون حسني عبدالرب الشوتة ده اه ورواندا كنا في عز الظهر ورطوبة عالية وهناك رواندا البلد عالية شوية كانت ماتشات صعبة جدا جدا ولعبت ونيجي بقى في مطش ملعبش في مصر ملعبش كان مين مدافعين للجيل ده طبعا انا عارف بس قصدي مين اللي انت كنت دايما انتو الخمسة مثلا انت ومين انا لما يعني قبل ما اروح كان فتح الله هاني سعيد جمعة دول اللي بالعب كنت فاطر احمد سيد كان موجود ما كانش بشارك بعد كده انا دخلت مكان فتح الله انا وهاني سعيد وجمعة اللي بتلعب لعبنا فترة طويلة وبعد كده بقى كانش يريف عبا فاضيلي جي شوية معطاصم سالم جي شوية كابتن عبدالزاهر ادخل شوية بعد كده يعني انا روحت بعد الفين وثمانية بعد بطولة الفين وثمانية وحصل الاصابة بعد التصفيات مع الحرس فما روحتش حتى الفين وعشر كسر الامم الفين وعشر يعني ما روحتش كسر الامم ولا ثمانية ولا عشر حظك ان انت في التوقيت ده ما كنتش موجود وجينا بعد كده ما صعدناش اصلا فالنقطة اللي انا بتكلم فيها انك انت اهل وزمالك بتفرق يعني فيه وقت فيه مساندة جامدة وحتى لما انت مثلا حصل اخفاك في منتخب بترجع مع اهل وزمالك بتلاقي فيه تركيز كويس وبتلاقي اعلام وبتلاقي بيسندك بتلاقي المنتخب بيروح يرجع ياخدك تاني غير لما انت مثلا تكون في الحرس تكون في امبي لا انت خلاص لعبته ما كنتش نافع فكده شكرا بقى خلاص لكن اهل وزمالك عادي تكسب مطشين مع الاهل تلعب افريقي ومش عارف ايه وخلي بالك اندمام المنتخب روحنا بعد يعني احمد عيد كان موجود قبلية انا روحت بعد ايه بعد حوالي مسلا سنتين انت خدت كاس مصر خدنا سوبر لعدنا افريقيا ووصلنا المجموعات شئيت يعني كان لازم تروح اللي هو انت خسرت الدنيا غيرا ما توقف اهلي وزمالي انت و احمد عيد و احمد عبدالغني يمكن كانوا دول ابرز عناصر راحة المنتخب اه في شوية احمد كمال كان جيه كان قبلية برضو عبدالسلام نجاح يعني كنا في مجموعة كده خمسة ستة بس كان احمد عيد اكتر واحد طبعا اه احمد عيد حضر الفين وستة وحضر الفين وعشرة ومثالي يجي بعدين انت وبعدينك احمد عبدالغني اعتقد بالترتيب تمشي كده يعني طيب افكرك طبعا لو انت ما دوستش لايك لسه لازم تدوست لايك وتشترك وتفعل التنبيهات اهم حاجة تفعل التنبيهات عشان يجي لك دايما دايما التنبيهات بتاعت اي فيديو جديد بينزل وعايزين نوصل لحلقة دي جماعة خمسة لايك ونمشي بقى تدريجي بعد كده عشان حلقة الجاية نطلب أرقام اكتر طيب قولي المبدئيا فيه مطشات مع المنتخب انا والله يعني موضوعات فتح كده انا بقولك تمشي مش مترتبها يعني مطش الجزائر هناك ده اه طبعا من المباريات اللي كانت يعني رخمة بس اتقال وقتها كلام كتير او اتقال اتقال اتش عارف تسمم اتقال اكل كان فيه اه كانت حصل تعب وكان فيه لعيبة برضو بس ما كانوش موجودين في قائمة المطش كان احمد عبدالغاني برضو تعب كانت حصل تعب جامد في المطش ده حتى طول المباراة ما كانش يجبهم هناك كرسي حصل كزا حالة تسمم ووقتها برضو كان الاجواء انت عارف برضو نولع نار انا فاكر طول ليلة المطش حاولين الفندق شماريخ وتشجية وقلق اللي هم عاملين قلق يعني عشان ما تناموش يعني ليلة المطش وتسمم يعني جالكو سنس ان هو يعني في حاجة غلط يعني في حاجة مقصود يعني ما عرفش هو قاله في الاكل يعني كان فيه كان ليلة المباراة وقبلها بيوم تقريبا كان فيه عاملين اكل عارف انت حاجة زي الكبسة كده يقول عليه الكسكس باللحم ففيه ناس كالت منه انا الصراحة ما كالتش فكل معظم من الناس اللي كالت منه وحصل الله حالة التسمم دي لا بس هما لو قصدين كانو حطولكم بقى كل حاجة يعني عزونا ان هي كان ممكن اه ممكن بقى صدفة يعني اه صدفة بس وقت حاسن تعب كانت حاسن تعب جامد وحتى كنا بنزوره في الغرفة كان مقفول عليه وكان كريم كان موجود مع البعثة الاعلامية وكان قاعد مع الفترة دي اه كان تعب جامد كانت حاسن جوه المطش بقى جوه المطش كانت الاجواء برضو كانت اجواء كورة بس سيناريو المطش خلي بالك انا كانت برضو يعني اول مطش اللي ايه يعني قابلها لعبت مباراة عمان اه بعد كده اه فكرها دي 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 كنا مع بعض في مطش عمان ده اه اول مباراة رسمية اه ايه كان الجزائر اه انا كنت شايف لعبة كبيرة مرعوبة في مطش الجزائر ده مرعوبة من عندنا اه والله وانا نازل المطش كانت كانت علاقة انا بكبتين والجمعة كويسة كان دايما يعني بيدن كلب كده بيحفزني يعني فهو احنا نازلين ملعب انا نازل جنبه فقال لي بص المطشات الكبيرة بتعمل لعب كبير انا الكلام ده قولته قبل كده كتير فالكلمة دي الصراحة اه تشلت من عليك حمل كبير قوي وانزلت المطش بلعب باريحية باريحية جمدة جدا بس سيناريو المطش وقتها برضو ما كانش في صالحك يعني كورة سابتة جات فينا جول بعد كده شوطة بعديها بتلات اربعة دقايق خبطت وراح الدخلة برضو كان سيناريو المطش اليوم اه اه فيه وبعد كده كنا احنا تعادلنا بقى كنا متعدلين قبليها كان هم برضو فرقين عننا في النقط رجعت انت في اخر التصفيات رجعنا رجوع رهيب رجعنا رجوع جمد جدا وعملت مطشات كبيرة وما كانش حد متوقع كده كان عندنا رواندا برا وزنبيا برا لازم نكسبه وكسبناهم وكسبناهم وخلي بالك انت لو في حزبة كده وقتها اه فاكر لو انت اول مجموعة مفروض بس هو الجيل ده الصراحة كان استحق ان هو لازم يروح كده صراحة مطش المدرمان اه كنت موجود كنت موجود بس ما لعبتش ما لعبتش لا اوكي خلي بالك مطش المدرمان ده برضو كان يعني احنا يعني مش عايز اقول لو كنك سدمة كان ممكن يحصل كرسة بس هو كان فيه كرسة في الملعب اه انا كنت هناك بالملازل يعني خلي بالك انا 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 شفت انت عارف في ملعب المدرمان اما بتطلع من غرف اللبس وتنزل ملعب بتنزل من فوق اه بتطلع سلي ومبعد كده بتنزل من حتة كده اه يعني اللعيبة بتنزل من تحت ال انا كنت بره القائمة فبتطلع من فوق في المدرق بتنزل اه فانا نازل يميني جمهور مصر واشمال جمهور الجزائي انا شايف شايف حاجات يعني كوارث شايف ناس بسلاح وحاجات جوه الملعب فى المدرجات شايف ناس بسلاح اه والله شايف حاجات اه خلي بالك بص الكلام ده اتقال فقالك ناس بيتقفوا اخوتنا بقى من الجزائر هيخش فى الكومنتات يلا بيننا لا لا اتقال لا انا انا شفت حاجات اه شفت حاجات والله جمهور الرجل يعني شهادة الحق بعد كم سنة ولما روحنا الجزائر لما روحنا السودان أنا حسيت إن الجزائر محتلة إن الجزائر محتلة السودان والله العظيم مطار الجزائر مطار السودان كله طارات جزائرية حربية حربية حتى لما كنا في فترة أخيرة معرفش وكننا بلعبة التحاد العصمة فقابلت واحد واحد جزائري بص يعني عنده معلومات في الكرة فتكلمت معه لا مطش المدرمند فحكيت معه وقال لي إحنا ما عملناش حاجة إحنا بس أخدنا جنود آه بالزبط هو ألهالي بس أنت بتقول لي في المدرج في ملعب المريخ ملعب نادي المريخ في ملعب نادي المريخ في المدرج شايف ناس معهم حاجات أنا شفت شفت أسلحة مش أسلحة فهم لا مش رشاشاتي يعني بس حاجات شبه السكين حاجات حدة يعني آه وقالت حدة شفت وبعد المطش الإزاز قوضة إتنا بقى يتكسر مين كسر معهم مش عارفين وانت جوه القوضة إحنا جوه القوضة كان قوضة برضو تحت كده آه وعارف ما القوضة تبقى نزلة كده والشبابيك فوق شوافة آه ما شفناش الجامهر فالشبابيك تكسرت تحت القوضة آه طبعا إحنا كنا برضو في حالة قط اللبس كانت حالة صعبة يعني آه بس مسؤولة من اتحاد القرى ومن البلد جمه وبتكلمهم على اللعيبة وكان فيها يعني كتقط اللبس كانت آه كانت صعبة جدا عمري ما نساها يعني بعد المطش آه آه كانت الحالة صعبة يعني آه بعدها ما كانش حالة متوقع خالص إن احنا ما صعدش آه بس وقتها برضو حالة المنتخف فنية ما كانش أعلى حالة إيه اللي حصل في المطش يعني ليه إحنا خد بالك ده مطش القاهرة أنا كنت آه موجود في مقصورة الصحفيين وآآ أول ما جون التاني جه الناس يعني كل صحفيين الجزائريين اللي موجودين رويل مبروك 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 فاهم إنت لا في السودان ده خلاص آه سيناريو مطش القاهرة إنت لما جابتوا جون في أول دقيقتين وشوية آه كأنك أنا كنت شايف منتخب الجزائر مستني يخسر خلاص أوه مش مستني يخسر هما يعني بمعنى كورة هما مش شايفين قدامهم اللعبة مش عارفة الباصي بمعنى كلمة مش عارفة الباصي هي دي نحن شوية عدنا شوية برضو على ما لحد بدأنا نحس بالخطر آه شوية بقى بدأوا هما يخشوا في المطش جابت الجوم برضو أنت في آخر سانية في الآخر فسيناريو المطش برضو يعني أنت مش في إيدك لا سيناريو المطش هناك هناك لا أنت بتكلم على على السودان لا على السودان لا أنا بتكلم على لا لا القاهرة ما احنا عارفين أنت كان حسني عبدالربو ما كانش سليم كان بلعبه مصاب أبو تريكا كان نفس الكلام كان عنده حاجة حاجة شرخي جادي كده في مشت رجله فكتحالة اللعيبة اللي هي من قوام المنتخب ما كانش في أحسن حاجة برضو المطش كان عادي كان رايح جاي أنت بتروح بفرصة هما بفرصة هي جات له مكورة جات جون فهي المطشات دي بتخلص كده مكورة حتى انت ضيعنا ضيعنا كتير يعني أنا فاكت كورة الحسني جات له في 18 كده برضو كان كاش يحط رجله عشان كاتل إصابة اللي عنده فلو كان حسني بحالته الفنية اللي هو موجود فيها سوقتها كان برضو الجون اللي جابوه برضو لو تشوفوا من زاوية صعبة جدا من زاوية صعبة وفي توفيق طبعا فهي المطشات دي يعني سبحان الله ما كانش مكتوبة لك بس هو كان الجيل ده لحد دلوقتي أنا من راجعة نظري كان لازم يروح كسأل هم ومدتهم كل حاجة ما عادة كسأل عالم دي حقيقة حيبا ثلاثة كسأمم ولعبة في كسأل قرات ومطشات تاريخية اللي مش هتتنيسي ولو الوقت دا كان راحوا كسأل عالم كان هنعمل نتاج كبيرة يعني كنت ممكن توصل للمغرب عملوه كان فيه ثقة جامدة جدا أنا عبد الرحمن في المتخب ده في أي مطش بتلاعب أنا جربت وانا شفت الكلام ده في الملعب وشفت الناس دي بتتكلم إزاي مع بعض في الملعب إيه بتتكلم إزاي مع بعض في الملعب لأ مفيش خوف ما بيخافوش من حد أنا بكلمك بقى كمان في موقف يعني أحكي لك على مطش برازيل حلو لأ ده ده لازم واحدة واحدة ده مطش برازيل ده سيناريو مطش انت تخسر بقى اربعة خمسة ستة مستريح انت بتلاعب فرقة كبيرة جدا وخسران اتنين ثلاثة في أول هجمتين عليك وخارج من هزيمة في الجزائر ونفسيا انت ضايع نفسيا والسيناريو اللي حصل فيك بس كوة شخصية المنتخب وكوة شخصية كابتان حسن كابتان حسن دخل عمل ليه في القوضة بين الشوتين حتى بطريقة اتكلم في اه بين الشوتين اه كابتان حسن ده ده غد دنيا بين الشوتين اه انت خسرين من البرازيل اتنين سفر ده غد دنيا وكلام بقى ايه مش ان انا حافظ على الشكل ده لأ احنا مش جايين نتبهدل احنا مش جايين نتمرمط مش جايين نخسر خمسة ستة ونمشي انتو لازم بتفوقوا وانتو لازم وانتو لازم كلام بقى خلاك انت وانت قاعد لا ده غد اخد دنيا يعني ايه يعني قاعد 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 حاجات وشاط حاجات انا اقوم رأشوف كابتان حسن كده لا والله وكلام بقى انت انت عندك لعبة لعبة كبيرة شريخ. ما انت الدنيا بتبوز. شاط مثلا اه. شاط اله. كولمن المية وتاعة المية واززازة قدامه يشوتها والبورد اللي بيشتغل عليها عملها بيد. وكلام بقى خلاص هو خرج برا سياق المدير الفني والكلام الفني كله ما بقاش تكلم فيه. تعنيف يعني? تعنيف طبعا انت خلي بالك انت برضو. هو لو ما عملش كده. فاكر قال ايه يعني? فاكر ولا خلاص ان نسيت بقى الوقت عده. لا طبعا ما نسيتش. هو كان الكلام كله في اتجاه انا انا ما اقبلش ان منتخب مصر يحصل فيه كده. ما اقبلش ان احنا نتهان بالشكل ده. حتى ابو تريكا قال لك ايه كباتن ايه بهوات. انتو لو انتو هتقبلوا على نفسكو اللي حصل في الشوت الاول ده. انا ما اقبلش. ده كابتن حسن اللي بيقول. اه. ابو تريكا حكى اه. ايه. انا خلي بالك انا حكيت الكلام ده كده. اه. وكلام بقى لكله. تعنيف لكله. اللي يعني انا هو وخلاص بقى مش عامل حساب لحد. ايه. ايه. لو ممكن مدارب تاني يقولك. اه. طب بدو شوت الاولين كنت تحس ان انتو فعلا مش موجودين. انت سيناريو المطش اه. كل يعني فاول جول. كرة كان اه حصل لغبطة هنسعد وجمعة جول التاني. فبدأت انت. تحس ان الموضوع بيبعد وصعب. الطبيعي لو انت عندك لعيبة. ما عندهاش شخصية. ده اللي انا بقوله لك بقى. اه. اه. ما عندهاش اه. حلول في الملعب. وما عندهاش. اه. طموح. وده ده 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 الفرق بين الجيل ده. انت عايز تقول ان الطبيعي اتنين صفر بدري دي تروح لخمسة ستة ايزي. خلاص بقى انت هتلاقي بقى محدش قادر اه يمسك الكرة. هتلاقي محد اه مسبوس كتير. لا. كله بقى عامل على روحه. اه احنا ما كناش كده. احنا حصل اه ابو تريكا بدأ يقف عالكورة زيدان بدأ يعمل. اه. بدأ يتحلق وخلي بالك الكلام ده كان بيحصل من غير ما يلا رجالة وفوق رجالة والكلام ده وكانش بتقال. طبيعي كده. انت انا شفت ابو تريكا بيعمل كزا فانا بقيت زيه. دي بقى قوة شخصية المجموعة دي. ان انا مش لازم اقف وراه ايه. وانت بتشوفه الفترة دي. لا. انت كل واحد شايل مسؤولية نفسه في الملعب. وكل واحد شايل مسؤولية الفرقة. ومش بالكلام. بآدائي في الملعب. يعني انا لما لما اشوف واحد زي ابو تريكا ولا واحد زي الجمعة. ما احفظه طبعا. طبعا طبعا. اشوفه جنبي بيلعب وبيموت نفسه وبيغل على كل كورة. وبيحارب على كل كورة. انا اللي جنبه غصبا عني هعمل كده. اه. وتشوفه مش هايب الموقف بيحط كتسب كتسب مع عقوة في العالم وبياخدوا بينه الكرة. وبياخدوا وبيروحوا وبيرقصوا والكرة تقطع منا ولا ايه بيعمل تاكلينج. غير بقى دلوقتي انت دلوقتي اللعبها اللي بيستخبه واللي بيهرب واللي بيعمل وبيعمل. لا اللعبك دي كانت مختلفة. واللي كان يعني انا انا استفدت من الكلام ده ان انا كنت بشوف الناس دي بتعمل كده اكتر من انت كنت بتتكلم. اه. اكتر من انت مسلا اقعد مع كابتون والا تكلم معاه. اه. يفيدك بحاجة. لا انا هو الراجل بيعمله في الملعب. يفيدك لايف جوه الملعب. بالزبط. اه طبعا. دي انا استفدت منها اخلي بالك برضو. اما كنت ارجع عن نادي. كان رتم تمرين اتغير. طبعا. غير غير قبل ما رحب منتخب. اه. اصلوبك في الاكل اتغير. اه. حياتك بره الملعب اتغارت. من ثلاثة اختلفت. ما انت احتكت بناس عاملة ازاي. طب ما انتش ببرازيل ده شوط التاني. اه. ايه اللي حصل بقى? نزلنا بقى انت 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 الكلام ده كله خلاص انت 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 هترجع مصر هتتشرح. وكل. يعني انت نازل قدام ببرازيل شفي كاسي قرارت شوطه التاني. عايز ترجع من اتنين سفر يعني. رجعت. طبعا. رجعت انت عملت متش تاريخي. لحد دلوقتي الناس بتكلم عليه. ولولا ان حصل حكم قالوا له فى المونويتر. اه. انها جات فى ايد محمدي مماتش كان اخلاص ثلاثة اثلاثة وعمل نتيجة يعني انت اخسرت والناس بتقول نتيجة علامية. بزر تخيل لو ما قدش اخسرت. وساعتها لغوا اي نقاش فى المونويتر اللي اتلاق. اه. ده الوقت تقننت. بس اللي حصل لوقت هذا كان برضه اخيلك مواقف اه. من المواقف الطريفة يعني. محمدي لما شالك كرة بايده فالحاكم حسب كورنر. ايه. فروحت المحمدي محمد يقوم بسرعة محمد يخلاص حسب كلها عشان نلعب عشان تلعب واتعدي يعني الحضري قال له نعم يا محمد ينعم شو هي قلت له قوم يا ابن شتنته قلت له يا ابن اللازين الحكى وخلاص يلا ويفنا شوية بتحولي دقيقتين تلاتة قعد بقى اللي انا جات في وشه وكده فطبعا كانوا بلغوه راح حسب ضرب الجزاء قلت له خليك بقى هنا انا رئيس خبه احمره قل له نعم هناك بقى بر بس كانت حاجة غريبة لان مفروض وقتها ما كانتش الفرق اصلا موجود كانت حاجة مش مفهومة بتلعب ببرازيل بقى ضغطوا عليه وانت مطش برضو وانت بتلعب منتخب كبير برضو بس هي كانت واضحة بس لو كان قام وتلعب وخلصنا ما كانش هالحق حد يقول لما هو لما قعد شوية فبقى في وقت هو رزق بقى راح اخطرد ايوه بس كان مطش طب جوه المطش انت لما حاستين مسلا ايه رجعت بجون ورجعت حاست كأن احنا فيه وقت كده فيه عشر دقائق اعتقد اهل عشر دقائق في تاريخ الكرة مصرية جوه المطش انت انت عملت عملت عشر دقائق او خمساشر دقيقة محدش يقدر يعملهم عالبرازيل في العالم كله الله العظيم وحيات ربنا زي ما بلنا كده ايوه احنا كمان الجولة التالت التعادل احنا جبناه يعني لا ده جملة عمونا جملة للتاريخ هم سنتارو تلعبت تلعبت طويلة قدام قطعناها جبناه اللي هو ابو تركة وزيدان ايوه الجول ده انا عمري ما بانس صوت الاستاد الاستاد كله بيشجعنا فارحت حتى زيدان زيدان نفسه الجولين اللي جابهم ايوه هو كان بعد الماتش ما كانش مزاد بقى ان هو انت بتلعب البرازيل و جبت جولين وجولت عدل وبعديها بقى انت ركبت الماتش اه بقيت ممكن تكسب بقى وريتم عالي بقى و احمد عيد بيرقص من الحاجات اللي بقول لك كوتش شخصية اللعيبة والمنتخب ابو تركة وقتها قال لي لما جبناك جول ده التالت ابو تركة متكلمش في المالة الخاص قال لك راح لف كده وقال لنا فرصة تشوف بقى الفكر الناس دي و وشخصيتها وكوت شخصيتها فرصة نعمل ماتش التاريخ ونكسب حس ان جوا الماتش ينفع خلاص ما هي دي ده الفرق بين الجيل ده واي جيل هيجي في مصر تاني ان هم صدقوا في نفسهم قوي صدقوا وعندهم سكة في نفسهم كبيرة واا احنا نكسب احد عادي واحساس اللعيبة عبدالرحمن في الملعب في ظروف الماتش ان انا في وقت اخر ربع ساقها او اي وقت في الماتش ان انا ركبت الماتش خلاص هم دول كانوا بيعملوا كده ايو كانوا بيستغلوها وانا تعادلت مع البرازيل ما اقول لكش بوقف واقفل ومسك كورة لا 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 ديوم واحدة بقى القضية لا اكمل كمل واكسب واعمل برضو كان وقتها كان انت لو تشوف النادي الاهلي كانت افريقيا برضو كانت اقوى من دلوقتي كان النادي الاهلي في كاس علامة عندي اعمل ازاي كانت ماتشات افريقيا اصلا كمان صعبة جدا الدوري كان اجمد الدوري اصلا وبجمهوره يعني مش عايز هنخش بالدوري واحدة واحدة بس انا يعني عايز ارجع لشخصية المتخباتها لأ كانوا جامدين اوي ده كان اول ماتش ببرازيل ده كان اول ماتش ثاني ماتش ايطاليا مشاقل اول ماتش ده غير لكم عقلية ان انتم بتلعبوا ايطاليا بقى بطل العالم برضو بقيتوا حاسين ان كل حاجة تنفع بقى خلاص انت خدت ثقة وخدت الرغبة الاولانية بتاعت البطولة وفي نفس الوقت برضو خصمك شافك فمش هيتغفل مفروض بس هي برضو انت الاتاليا وقتها خلي بالك برضو كانوا جامدين اوي بقولك خدوا كاسر العالم اه وما باطل العالم كانوا وقتها ايوه انا عايز اقولك على حاجة انا في ماتش البرازيل ما عادش ارجع لبرازيل التاني من صعوبة الماتش انا اول عشر دايق عشرين دقيقة او خمسشار دقيقة الديفنسي بنامس كورة عندهم هم احنا عندنا احنا من كتر ما هم اه تحركاتهم من غير كورة سريعة ولمسة واحدة وتحرك بسرعة اه مش هفو انت اقتعاص هم لا رتم اللعب في الماتش جوه الماتش صعب جدا صعب جدا جدا لو رحت بقى لإيطاليا رتم اللعب مختلف انت بدأت الماتش بطريقة مختلفة هم اسلوب لعبهم برضو يعني شوية كور طويلة اه شوية بيعتمدوا على مهاجم قوي كان ياكوينتا بقى ياكوينتا ولوكاتوني ولوكاتوني اه اه دول عمالك ايوه مش بلقى لعبهم لا لوكاتوني في الوقت ده كان من كان حاجة جبار فا متى هاي ده ماتش بقى فيزيكل برضو بقى ده ماتش بقى كان قوة كان اه احتكاك اكتر اه برضو كان رتم الجاري اكتر بس سيناريو الماتش جي معاك ايوه بترس اقولك بقى ماتش ده يعني انا بحب ماتش ببرازيل اكتر بالرغم ان ايطاليا احنا كسبنا ما هو عشان انت البرازيل كان كورة وكجمهور وكمشجع وكمدير فني كل حاجة في الكورة تحبه لاني الماتش انت واحد سفر اتنين سفر اتنين واحد تلاتة واحد تلاتة 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 ككورة الماتش ممتع ممتع وما كانش حد متوقع المتوقع بمصر هيرجع البرازيل بقى المواضع مختلف ايطاليا ايطاليا المواضع مختلف انت جبت جول بدأت تتقفل فرص كتير بالضيع اصارة فولات الحضري طبعا كان ساعتها عامل ماتش وانت جول ماتش يطاليا كنت حاس انهم هيتعادلوا لا انا انا ما حسيتش انهم هيتعادلوا بس الماتش كان صعب بس هم هم ضيعوا كور غريبة يعني لا كتير قوي مش حاسست ازاي حاسيت انها هتعدي مش حاسيت انها هتعدي بس انت بتلعب ماتش انت تركيزها كله انك ما حدش يغلط وان كل كورة يبقى فيها احتكاك تشيلها انا في صورة عندي كات كورة كده في الماتش وتشالت مراتين تلاتة في تمنتاشر وانا ووقع الجمعة وهاني ساعد احنا التلاتة برجلنا بنشيلها كده فلو احنا التلاتة عندي الصورة دي احنا التلاتة رجلنا بنشيلها مرات فالماتش ده احنا كالديفنس ضغط عليكو ضغط رهيب جدا 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 وايه بقى يعني من كل حلول الكورة ايوه كروزات كورة طويلة كورة طويلة وتحجيز وكور من القلب ماتش كان صعب جدا بس الحمد لله يعني واحد ظهر فيهم في شكل كويس ومن الماتشات كان كل ماتش بيطلعوا اكتر لعبة جريت كنت الحمد لله في الماتشين دول من اكتر خمسة جريت في الماتش في الاتنين وعشرين او في الاكشوري بقى مش اتنين وعشرين تمانية وعشرين اللي هو اربعتاشر اربعتاشر يعني بالتغييرات طيب اه ينفع بقى بعد كل ده نخسر من امريكا تلاتة اني بقى محتاجين نخسر اتنين وصفر ونسعد نخسر تلاتة ده 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 اسمه ايه بقى ده بص احنا برضو انت واللي خلاص بقى بعد ماتش ايطاليا بقى لا 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 انت انيا ما اتغيرتش خلاص بس اللي حصل انك انت حصل ثقة كبيرة جدا انت عملت اداء كبير مع برازيل وايطاليا فامريكا ما كناش شفنها بشكل كبير وامريكا كان فرصها مستحيلة انها تروح لازم تكسب تلاتة وانت لازم تكسر تلاتة ايوه وده اللي حصل ما العارف يعني وقتها وقتها كابتن زكي جنة قال لنا احنا احنا بععتنا جب نشانات النطور زكي عفتت زكي عفتت زكي عفتت كان وقتها مع برازيل اه اه كانوا عاملين حسابهم في منتخل امريكا وانهم مروحين فانت السيناريو انت لو خسرت تلاتة واحد تسعد اه الناحية التانية لو لو خسروا تلاتة واحد هم ما يسعدوا فالسيناريو اللي حصل ابعد سيناريو لامريكا انها تسعد طب ليه جوا ماتش ليه دماغكو فين يعني فهمت القصة غريبة اول انت خلاص بقى انت انت انزلت هتلعب خلي بقى ملعبتش الماتش ده ماتش امريكا مغير الطريقة شوية اوكي اه برضو كان في عدم توفق في الماتش جي جول سيناريوهات بقى اه فتحي والحاضري خبطوا في بعض وكرا داخلت كده لوحدها برضو سيناريوهات الماتش بتبقى زقت شوية برضو يعني ومنتخبات كبيرة خدرك ارياحي لا ماشي بس يعني منتخب امريكا كان خلي بالك برضو كان فين هو ده جنب برازيل وايطاليا بس ولا حاجة صفر عالشباية دي حقيقة بس برضو احنا كنا مجهدين وعملت مجهود كبير جدا في البطولة دي وانت كنت راح اصلا مش كامل وكده كده مش هخصر تلاتة اكيد يعني وانت راح مش كامل صح دي وارد لا مش وارد اكيد لو كان حصل متابعة لنتاج الماتشين كان ممكن يحصل احسا من كده اه انما اللي حصل لا احنا هنسعد واحنا واحنا يعني بس اللي حصل برضو انت خلي بقى لكم انت كل ماتش تلعب ماتش تتنقل مدينة تانية اه كانت هي راحة البرازيل وانفكر بقى بعد الماتش ده كمان ده فتح عليكم فتحة بقى اتكلموا بقى بقى في حاجات وصمعة وحشة ومنتخب اه واصلهم عمل وساو اه لما تقل بقى الكلام في الاعلام هنا بقى ده ان تقشروا عليكم هناك ايه تقل بقى واصلهم وصلوكهم هناك لا اتقل حاجات عيب يعني اه طبعا كبتاعة حسن اتعصب ودخل وتكلم وكبتاعة ما تحسن دخل وتكلم خلوك احنا تسرقنا اه طلعت القوضة سرقنا اللعبكم لا تسرقت ايه يعني القوت فلوس اه تلاتة القوضة ما قلتوش حاجتكم اه في بتاع سبع لعيب او وثمان لعيب اتسرقوا اه اوكي سرقت انت كمان اه بجد كم بقى اتخذ بنا كم والله مش فكر سبقتها كان حوالي 400 دولار ولا 500 اه تلاتة شكر انا اه ولا بقى اشتكيته طبعا بتاع ما فيش بقى ما حدش عارف حاجة ما فيش بقى انت كان بعدها مشينا على طول اه وتقال بقى في الاعلام دي برضو كمشكلة في مصر خلي بالك انت بيتمجد فيك قوي وفي لحظة اه اعرف لو ماتش خلاص اتنين سفر مش تارتها سفر كنت تبقى الدنيا حلوة لو كنت سعت هي الكرة كده بس خد بالك ده جزء من الكرة يعني بس انا برضو اعايز اقول لك على حاجة عشان يعني يعني احنا في مصر ببنرتبش على حاجة ام مش هتكلم على دلوقتي ايوه هتكلم من فترة كابتن حسن مفيش بطولة كابتن حسن رحة غير وان كابتن حسن ده ماشي بالمجموع اللي راح بيها بيتقطع فيه 24 ساعة في الاعلام وهنطلع من الدور الاول وكابتن حسن شي حتى هيمشي اه يرحو اخذ البطولة وشوية تصفيات يقطعوا فيه ان يروح 2008 نفس الكلام ياخذها كل بطولة نفس الكلام فانت مفيش اصلا بلان معمولة لاي منتخب ولا كان ساعة يعني حد كان عامل ان انت تاخد 2006 وتمانية عاشرة لا خلص ولا حد عارف حاجة هو الراجل كابتن حسن كان فيه دوري قوي ساعتها كان ايه كويسة كان فيه منتخب شباب كويس قبلها منتخبين برافو كويس برافو منتخب الرافة 2001 منتخب كبتشوئ غريبه وبتخب كبتشوئ غريبه دي دي معه بقى عناصر من الفرق التانية هو كان عنده شخصية قوية وجرء ان هو بدخل ناس كان عندك دوري قوي هو يعني هو كون حسن عبد الرب وعمر الزاكي عمد متعب مش عارف ايه ودخل معه وحمد فتحي طبعا وحمد شوئي وحسام غريب ده المنتخبات دي ودخل بقى معه والجمعة واتريكا ووحمد عيد كل المجموعة دي دخلت وكان برضو كابتن عبد الحليم علي وكابتن طارق السيد يعني انا عايز اقول ايه ان انت محدش برضو محضر لده ايو صدف يعني توفيق يعني اجتهادات هي صدف وتوفيق ربنا مع المجموعة اجتهادات كل واحد بيحارب لوحده او الله العظيم ربنا كرم حتى في النواة دي خلي بالك ربنا كرم ما كنجحت الحمد لله خير وبركة ربنا ما كرمكش بترجع تاني تحارف في نادي تاني ما فيش نادي ولا منظومة في مصر بتخطط بتخطط اننا السنة دي هعمل كذا السنة اللي جاية هعمل كذا السنة التالتة هعمل كذا انت ماشي قالك في النهاردة ده مدرب باليومية يعني خده هينجح وتروح جايب له صفقات بمتين تلتمية مليون نجح نجح منجحش منجحش وترجع تروح مقطع في المدرب الموضوع ماشي في مصر من غير نظام ومن غير علم ومن غير حاجات كتير اوي ماشي كده بالصدفة وكله مدرب بقى وعلاقاته وكله مدربه ليه واحد صاحبه حبيبه مزيع ولا صحفي ولا اعلامي بيفضل يساند فيه شوية ولا رجل اعمال يكلم له هنا يسنده شوية غير كده بتفضل تحارب وتعاني طول عمرك اذا انت معابي اوي مش معابي ولا حاجة بس انا بكلمك اللي انا شفته وانا العيب وبكلمك اللي انا شفته وانا مدرب حلو انت اللوقتي بقى لك قدقي مثلا تلات سنين تلات سنين صح مدرب حسيت الدنيا يعني بالصعوبة دي يعني انا بكلمك بقى في حاجة اجواء كجهاز يشتغل ده ده انت لو نتكلم بقى ان المدرب اصلا يشتغل لا هنرجع بقى للحاجات التدريبية والعلم اللي المدرب بياخده المصري طبعا دي كصة تانية وكصة برضو احنا عندنا تحت الصفر مش من الصفر اللي هي ايه اللي هو التعليم اللي بيتقدم للمدربين اللي هو اصلا اللي هو مش موجود اللي هو برضو كل مدرب وحسب مجهوده كل مدرب بيشتغل لوحده وتسهيلك وفيه مدربين جمدين جدا في مصر ومتعلمين تعليم جمد جدا واعدين في البيت واعدين في البيت ومسكين حاجات قليلة ومحدش بيساندهم بسبب اللي انا بقولولك ده ان هو مالوش مثلا رجل اعمال مثلا صاحبه او يسانده او اعلامي او 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 كل ده في مصر بيساعد انا بكلمك في حاجات تعليك وتخليك تحت ايو عوامل بره الكور عندك مدربين شطرة وعندك مدربين عندها مقاومات اللي هي تنجح بس لازم الدولة تساعدهم الدولة تساعدهم بقى انها توفر لهم الدراسات اللي بيحتاج لها توفر لهم علم انت الكورة دلوقتي بقت علم والاسليب الكورة دلوقتي ما بقيتش غير زمان انت زمان كان عندك ولا تلعيب جامد مواهب كتير ممكن يقوم بالموضوع ممكن يشيل مع المدرب المدرب مش فنيا يعني انا اتمرنت مع مدربين كتير مش فنيا احسن حاجة بس الشخصية قوية بيعرف سوية طرع الفرقة بيعرف يكون فرقة مع الحلول اللي موجودة بيعرف يكون دلوقتي لا دلوقتي انت اللعيبة لازم تبقى نزل الملعب عارف هتعمل ايه بالتفاصيل بكل حاجة وعندك دلوقتي تكنولوجيا وامكانيات بتوريك اه اه انت دلوقتي عندك الفرقة كلها واضحة وتحليل اذا مش عارف بتبقى عارف انت نازل عارف ده بيجرد ايه وده بيعامل ايه وده بيعمل كروسات منين من انهى منتقى في الملعب ومين بيعامل ايه ومين عيوب وايه ودفعلى ده فرقتك انت بتبقى عارف اللعيب اللي عندك ده هيقدر يلعب قد ايه انت دلوقتي عبدالرحمن الجي بي اس والحاجات دي انا بكلمك بقى في حاجات مش محدش بيشتغل بيها هنا انا بنزل عبدالرحمن الملعب وانا عارف ان عبدالرحمن عنده ديئة سبعين ممكن يحصل عنده اصابة مش اصابة او طعب يحصل عنده حمل عالي فممكن ابقى عامل حساب ان انا ايه انا اصد ان اوكا النهاردة يعني ما يقدرش لها اكتر من ستين ديئة وانا هيبقى معرض للاصابة بس الظبت كده فانا عارف ان اللي مش عارفه العضلة منوار احمر ومنوار اخضر ده العلم اللي موت في القرى دلوقتي مش ان انا مش العلم ان انا افرج اللعيب على ماتشات ده جزء من العلم بس العلم التاني اللي احنا مش شغالين بي دلوقتي ان انا حالة لعيب البدني ابقى عارفها بس الان ديئة في مصر بتشتغل بجي بي اس مش كله مش كله بس فيه وما حدش بيشتغل بيه انت عندك لعيب كنت شغالين بي وكان معانا مدرب احمال انيس لا مش انيس اسم محمد وسيم شغطر جدا 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 في القصة دي انا قصد كده يعني انا بلعب وانا بلعب كنت باعض معاه وافهم معاه الحاجات دي يعني برضو من الجنة من الاخر سنين انا بلعب كنت باعض معاه وهتكلم معاه في الحتة البدنية والحاجات دي بتشوفوا بقى باستخدم الحاجات دي ازاي وايه الدلالات بتاعتها كنت متابع نفسي معاي انا برضو كان وقتها سني حوالي 34 فكنت متابع حان الوقت بقى ان انا بقى حريص لا انت كنت بتزبط اكل كنت تمارين اوقاتها ما كنت حس مثلا انا فيه تقول او حاجة اتكلم معا يقولي ده طبيعي عشان احنا وصلنا الجازة يروح جاي مريني ارقامي انت العبنا مثلا خمس موتشات لعبت التسعين ديقة كاملة فالعبت مثلا احنا بعد الموتش خدنا مثلا تمرين اجازة عملنا تمرينة بدن النهاردة علينا بكرة هدينا فطبيعي انك تحس بكده يوم مثلا النهاردة الموتش مثلا فاضل عليه ثلاثة ايام قبل الموتش ببنين هتلاقي جسمك بقى فريش يعني اوهم خطط للسيناريو بتاع الاسبوع امتى انت هتحس بالحمل وهتكون عملت قبل الموتش اشان تخش الموتش الماء في الماء ده ما بيحصلش في مصر بيحصل في مصر في حالات فردية انت في مصر بيحصل انت خسرت موتش انا بشد على اللعيبة وعلي تمرين وقهرة باللعيبة وعمل وعمل بالزبط بيحصل اصابات كتيرة لو ما حصلش اصابات كتيرة بتلاقي لعيبة في الملعب مش قادرة يحصل شد يحصل ان اللعيب ده ما بقاش في مستوى اصلا في لعيب مرة قال لي بعد خسرنا موتش ام مدرب قال تعالوا وعشر اسبرينتات انا بقى عايز كنت اتعوروا هو ده وهتشوفه بعد كده دي حقيقة في الدورة الممتاز دي حقيقة لا وخلي بالك انا هكلمك برضه على اكبر نموذج عندك في مصر النادي الاهلي فترة موسيماني كان فيها كوارس كان فيها كوارس كان فيها كوارس من اللي انا بقوله لك ده ما كانش فيه كان الفترة دي اصابات كتير ما هو كان بيرايح بقى ده هو اصلا كان مشكلته مع الناس ان هو بيدي راح بالاسبوع بالعشر تيام والتمنت ايام بالعشر تيام وكان رتم التمرين كل واحد كان بيحصل اصابات كتير كان فيه لعيبة مش فيه مستواها لما حصل التغيير ده وجيه مدارب احمال كويس وكوارس بدأ يزبط مع الفرقة وبدأ الرتم يتضبط ورتم الحملة فيه لعيبة علت وفيه لعيبة مستواها يعني رامي ربيع انا شاف الفترة دي اه اه عدل الحياة يعني بشكل قوي جدا دي حقيقة رامي انا رامي انا عارفه من زمان كان دايما يلعب يتصاب بيلعب بالزبط الفترة دي فيه اوقات بيحصل فيها لا لا بس اكتر فترة فيها استمرار اكتر فترة فيها استكرار للرامي صح انا بقول ده ده شغل بدني ده شغل بدني صح طب مسلماني خد بطولات يعني عمد عمل اي حد يمسك نادي اهلي ياخد بطولات ليه يعني مش فهم اي حد هي دي شخصية النادي الاهلي خلال يعني اي حد يمسك الاهلي ياخد الدوري بس اللي ياخد افريقيا ورا بعض ويصعد اربعة ولا خمسة نهائي في اخر اربعة سني صح قبط محمد يسيف خد Gore افريقيا مع النادي الاهلي مانيود جوزيخ خد افريقيا مع النادي الاهلي مش موحو داربين كويسيين جريدو خد مع النادي الاهلي مسلماني خد مع النادي الاهلي وارد انك ممكن ما تاخدش افريقيا اه 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 قدلك اللي ما خدش ما في كتير مخدش ما مارتين يول ما خدش وارد وارد ممكن يبقى فيه اخطاء تانية على شخصية النادي الاهلي هي السايدة كل ده وخلي بالك برضه كولر فيه وقت من الوقات الشهور اللي فاتت دي بدأ مش يعق بس بدأ يحصل تاتش كده مش مظبوط وانا عندي معلومة ان الادارة تدخلت الادارة تدخلت بمعنى ايه بمعنى مهم جدا ان الادارة تبقى فاهمة اللي بيحصل في ريت الكورة فيه اوقات قرارات المدير الفني بناه دم طبيعي معلومة ان هم قالوا له فلان ما يمشيش فلان ما يقعدش فلان ما يجيش يعني زي ما حصل مع مودست في حاجة في عقده بلغوا ان هو ما اعتمدش علي حصل مع حد تاني برضو انا مش عايزه عايزه يمشي فلا ما ينفعش فانيا انت مش محتاجه بس سيبه وخليه فتدخل ده في توقيته انا وجهة نظري ان عدل سكة النادي الاهلي تاني من وجهة نظري برضو انت فيه قرار اتاخد في اول السنة او اول يعني بعد ما كولر جي شوية انت ماشيت محمد شريف وما بقاش عندك مهاجم اعتمدت على قهربة شوية ايوة وبعدت الدور بقى جبت مودست وبتاع بالزبط مودست مش على على قد المستوى اللي بيقدمه مش على قد التكلفة والرقم اللي مدفوع فيه والسن اللي نعمل له استثناء فيه ده بقى التدخل في التوقيت اللي انا بقوله ان الادارة تبقى واعية ودارية اللي بيحصل في فرية القورة ده التدخل في وقت صح ان انا اتقرصت من قبل كده لو محمد شريف موجود تبقى فيه اختيارات اكتر ومش هتكلف تكلفة دي كلها اه هو كان موجود قريدي بالزبط بالزبط طيب تسمحني بقى عزمك على قرك قريد يلا بينا خبير قرك معاني السلام شغل شغل علي عيني على الرجاوة طيب انت في فترة الجاة دماغك ايه في التدريب مثلا فترة اخرى كانت مع فيوتشر كانت مع فيوتشر بدأت مع كابتن علي بدأت بداية كويسة انت بصراحة برضو اعتقد حصدك كويس في البداية مع مدارك اسم كويس كانت بداية كويسة والحمد لله كانت برضو اول موسم من ايه ربنا قرمنا وخدنا بطولة الرابطة ويعني للظروف الاقتصادية حصلت الموضوع بدأت اصفر شوية الموسم التاني في النادي اه كابتن علي قرر انه يمشي وانا استمرتنا على النادي مم وبعد كده جهاز البرتغالي ده جي وكملت معه كانت الموسم مشة كويسة وظروف معينة كده مشي الراجل وانت مشيت معه وانا مشيت معه اه جهاز البرتغالي ده مكنش موفق يعني مع انك كان جاي بسيط برضو لا والله بس كانت الامور كويسة يعني كنا ماشين كويس بس سواء بعد ما خرجنا من الربطة احنا كنا كسبنا البلدية واحد صفر وكان سموحة كسب الاتحاد اتنين فهم صعدوا اه فرق هدف بالزبت فكان قرار مجلس الادارة يعني وكان في بعض المشاكل جوه الفرقه كده اه يعني من وجهة نظري انا كت ممكن تتلمه كت ممكن تت كانتش محتاجة التفوير يعني انا شايف كت وجهة نظري اه ممكن بقى كان الادارة شايفة حاجة تانية وكان جي كابتن حسام على فكرة برضو اه كابتن حسام حسام اه اه طبعا طبعا قبل ما يمس كان منتخب طبعا اه طبعا وعلى كده مش يرحم منتخب وجي بقى كابتن تامر دلوقتي برضو اتمنى للتوفيق اه و انادي فيوتشر مفروض يبقى في مكان حسام افضل منك يعني طيب قولي بقى الجيل الذهبي لحرس الحدود وده يعني يمكن من الاجيال برغم ان هو نادي مش جماهيري بس الجيل ده مش قولناك ليه جمهور بس ليه معجبين يعني كتير فهي مصدي لا حصل وكان لنا جمهور يعني في اسكندريا كنا في فوقت الملوقات كان بيجيلنا ناس كتير ويجي يقعودوا معانا بعد ان ماتش مثلا لو خسرنا يجن اه 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 عارف انت هو يعني مش نادي مثلا طلع فليه جمهور بس هو هو جيل خلى الناس ارتبط تجيل الفرقة دي فرقة كرة جميلة اجبارت الناس اه اجبارت الناس انها تحب ويتابعك الحمد لله الجيل ده يعني اتكون ازاي وصل لحتة ان هو هياخد بطولة واتنين ويبقى حاجة قيلة ومرعبة للاهل وزمانك يعني انا روحت اه حارس الحدود بعد الاسماعيلي مع كابتا حلم طولان بس اه كابتا حلمي ماكملش يعني انا روحت في فترة العادة كابتا حلمي مشي وجي كابتنطارق وفي الاول كده كان في مشاكل الاول في النتايج وبرضو كان بلعب طلعبة مختلفة شوية هي هي طريقة دلوقتي عادية كان بلعب طلعبة اه بس زمان كانت مختلفة لعبعة اربعة اتنين اه يعني كان مصمم عليها اول واحد هو لعبها صح? اه يعني كان متالي من هو الجزيل لعبها كان? لا 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 كابتطارق اول واحد لعبها بلعب بتلاتة الخرح ومن تخذ وقتها كان تلاتة برضو هو لعب اربعة وكان الناس كلها كان بتتكلم وهو كان مصمم السرح يعني ايه من غير الليبرو بتاعه? اه بس هو عملها بتوازن شوية يعني اه انا ما كنتش بلعب مع كابتار الاول اه واحدة واحدة بقى يخلينا نعمل حتتين يعني بقى عامل عمق شوية وبرضو سير دباك فكنت موفق فيها الحمد لله وانجحنا فيها جامد جدا وزي ما انت قلت جيل زهبي فعلا احراس حدود كان تلحبها فرقة جامدة جدا وكان صعب اي حد يخش على الفرقة دي يعني انا عدت ست سنين في النادي اربع خمس لعبة هم اللي دخلوا يعني اه كان بيجي لعبة كتير ما بتكملش اه هم ما بيلعبوش يمشوا مش بيجاروا اللي موجود الاعسام اللي جت كملت اه يعني احمد سلامة اه محمد جودة جي معنا شوية اسلام الشاطر جي اه يعني بص اعسام كبيرة كابتن هشام حنفي لأ كل ده قبل بقى كل ده قبل ما اروح اه اوك لأيام كابتن حلمي انما المجموعة اللي خدت بطولات كان احمد عيد وعبد السلام نجاح وهاني سعيد وحمد عاصم اه محمود عبد الحميد شوية كابتن حبيب باسيوني محمد حليم الهردة مكي احمد حسن مكي اه في لعبة صغيرة دخلت معنا اه اسلام رمضان ومحمود علاء كان لسه صغير منتخب اولمبي طبعا ميدو حامد وكان في رقاة منسي وكان مش عزنسة حد يعني صح صح كتفرق الصراحة كابتن طارق كان عمل مجموعة كويسة جدا والراجل ده برضو وكان عالي فرج وكابتن عمر الدالي شوية قاعد معنا برضو اه انا عايز اقول بس على كابتن طارق برضو خلي بالك من المداربين الشاطرين جدا 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 كابتن طارق العاشر وبيحفظ اللعيبة شغل كل حاجة في الملعب اللعيبة بتعملها بتبقى حافظها فعلا وبفاهمنا وده مهم جدا جدا بس بتشوف دلوقتي يعني انا عارف كويس جدا ان الكابتن طارق اول لوحد دخل في طريقة تربة اربعة اربعة اتنين وخذر الجرقة فيها وهي كانت طريقة بالنسبة يعني مصورة في مصر ان هي طريقة جريئة لان هي مفيهاش ليبرو مش عارف ايه وفيها ريسكو كانت مختلفة ولكن دلوقتي احانا الناس يقولك كابتن طارق لا طريقته الدفاعية بيلعب على لونج بول او يعني انت بقى بتشوفها ازاي هو خلق بالك كرة تعرف بتختلف يعني كرة دلوقتي بقى استبسالة زي الطب يعني في الحتة دي ان انت لو نمت سنتين ثلاثة هتلاقي العلم في حتة ثانية اه قصدي كده فانت حسز كده فعلا لا طبعا بص هو بص احنا عندنا مشكلة في التقييم هنرجع برضو ايه للعلاقات والكلام اللي بتقال انت عندك مشكلة في التقييم المدربين وتقييم اللعيبة مفيش مبدأ في التقييم فانت كابتن طارق ده لو مدرب اجنبي وعلى النتائج اللي عملها مع حرص الحدود وبعد كده مع فرق يعني نجح مع فرق واخر مع فرق وده طبيعي انما الشكل اللي بيعمله في الملعب مع اي فرقة والتنظيم اللي بيعمله لو اي مدرب اجنبي بيعمله هيتقال عليه كلام تاني خالص هيتقال عليه كلام يقولك ده منظم ده بيحفظ ده بيعمل ده بيعمل ده بيعمل انما كابتنطارق الناس كلها ماسكة في ايه كورة طويلة خلي بالك انا كابتنطارق علاقة بيه مش يعني مفيش تواصل كبير يعني ملاصبات اشوفه في حاجة ولا ولا انا اشتغل معاه ولا انا بلعب معايز اروح معاه انا بتكلم كلام ان انا عشرة الراجل ده وعارفه لا بيتعب وبيشتغل وبيحفظ اللعيبة وخلي بالك برضه بيشتغل مش باعلى كوالتي لعيبة يعني لو هترجع لكابتنطارق كده يعني هو في الاتحاد ماشى لعيبة كتير بعقود كبيرة بيبدأ يجيب لعيبة صغيرة وبيطلع ناشئين فديته حساب له طبعا طب هو كان بيجهزكو ازاي للمرشاة الكبيرة يعني بقى تلاعب بشعرف الاهلي في نهاية كذا هو شغل لكابتنطارق دايما كان بيعتمد دايما يعني بيشتغل على الفرقة الكبيرة ان انا دائم ساحات ودي يعني الكلام ده بيتعمل مسلا من 2009 مسلا 2010 فانت دلوقتي الشغل فعلا كله كده دي مساحات اللي بيسموه الكمباكت بقى وتسميه بقى بوكس مش عالك لو بلوك وها كان بيلعب باسلوب لعبة انا اصلا بحب الكلمات دي اه هي اللي بتاع اللي مدينة محدش فاهمة بس هي فعلا الكرة دلوقتي اتغيرت بقى انا مش بقول ان هي مش موجودة عشان محدش فتكر ان انا جاهل يعني بس انا بحب ان لما حدي يحلل يعني يبقى اللغة بسيطة ومفهومة للجميع يعني مش لازم يبقى فيها المصطلحات مجاعة الاهم ان انت تعرف تطبقه مش الاهم ان انت تقعد تقوله وكلام جميل وكل حاجة الاهم ان انت تعرف تطبقه مع اللعيب وتعرف تختار اللعيب اللي هيعمله لك فده دي كبتنطرق شطر فيها وما بيعتمتش على اسم اللعيب او او نجومات العيب خلي بالك دي مهمة جدا 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 بس بتاخدوا بطولة ازاي يعني برضو صعب البطولات تخرج من الاهل دي وزمانك فتاخد بطولة واتنين وتلعب افريقيا ومش عارف ايه بص الاستقرار الاستقرار والمساندة الجهاز الفني كانت من اهم العوامل نجاح فريط حراس الحدود بمعنى ايه بمعنى ان انا كلعيب لما اخسر ماتش واتعد الماتش واخسر ماتش واكسب والنتائج مش احسن حاجة في فرق دلوقتي تلاقي اه ده احتمال يمشي ده مدارب ده لو الماتش الجاية تعدلنا يمشي فانت بيحصل حالة عند اللعيبة اه خلاص انا مش مستوية مش هدي 100% اه يعني خليه بقى نتعدل الماتش الجاية ويمشي وخلاص لما تلاقي ده كده كده قاعد كابتن طارق ده مشروع وانا مسانده لحد ما انجح هتلاقي اللعيب غصبا عنه لانه عارف ان هو قاعد الكلام ده حصل معايا وانا لعيب وانا مدرب اه النتائج مش متزبطة او النتائج كويسة بس الاداء مش احسن حاجة يحصل انك تلاقي حد من اللي بدير الفرقة يوقف مع اللعيب ده انا كده كده مش مقتنع به اه لو النتائج ما زبطتش الفترة الجاية يمشي فتلاقي اللعيب ده لو مبدأش يماتش يروع عامل مشكلة لو بدأ ماتش وتغير يروع عامل مشكلة يعلي الموجة بقى ما هي هو عارف ان في موجة بتبدأ خلاص فيعليها هو شفتها ان حد مثلا يعني مدير كرة او مدير فريق او مقدارة النادي بيتكلم مع اللعيب يقول لنا اصلا كده كده مش مقتنع بمدرب واحتمالا مشيه مدرب انا مش مقتنع به والمدرب ده ماتشين ثلاثة لو لو مساعدناش في الربط لو مساعدناش في افريقيا لو مساعدناش مش عارف ايه لو لو مكسبناش ماتش هلمشي هيمشي فاللعيب بالنسباله صورة المدرب راحت خلاص اصلا وما بقاش في الاسم دي بتوصل للعيبة خلاص اللعيبة خلاص انت انت سهلت الامور انت طالما دخل عكس بقى ما كان بقاش شيلتها للمدرب وخلصنا خلاص واللعيبة ما بقاش عليها مش هتعرفت الامة ده بقى كان بيحصل عكسه في حراس حدود لما كان يحصل انت منظومة اولا مقفول عليها محدش بقدر يتكلم في حاجة كابتن طارق بص متساند من اعلى واحد للاقل واحد طبعا فالراجل هو نفسه بيشتغل شغل مع اللعيبة بتستوعب خلاص هتنجح وخلي بالك حصلت مع كابتن علي في فيوتشار في اول الموسم كانت النتائج برضو اتعدلنا كسبنا اتعدلنا خسرنا جينا في ماتش اهلي وقبل الماتش تردد كلام مع الفرقان كابتن علي لو خسرنا ماتش هنمشي وحصل اجتماع الكلام ده الاول مرة اقوله واللعيبة اتهزقت بمعنى كلمة اتهزقت من مسؤول نزلنا الماتش واتعدلنا مع النادي الاهلي واتطرد مننا واحد ولعدنا نقصين وجبنا جون واحنا نقصين الماتش ده خلص واحد واحد من بعد الماتش ده كان فيه توقف حصل مع اسكر والفرقة قعدنا حوالي عشرة ماتشات ومنخسرش يعني الكلام كان حصل ان كابتن علي ممكن لو ما خسبناش يمشي او لو خسبنا نمشي يمشي من مسؤول مش من مسؤول لعيبة بتقول لبعض ووكلة وكيد نشر الموضوع قال للعيب لعيب جي قال للعيب ووصل لكابتن فرقة كابتن فرقة كابتن فرقة حصل كذا 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 فحق وصلت الادارة وصلت الادارة اجتماعها في ساعتها الدنيا تشدت اللعيبة شارت من دماغها اجتماعها بيتقال انه مش هيحصل انك كابتن علي مش صح اتعرف 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 من اللي بلغ ايو ايو اتعرف من اللي قال واخد كلام محترم ايو فده دور الادارة بيبقى مهم غير بقى لما انت اصلا مفيش حاجة وانت اللي تخلق ده يعني انا شفت دي برضو ادارة خلقت ده مش ادارة احد الناس اللي بتدير فرد اه هو ليه وجهة نظر تانية وعايز يعمل حاجة وقعد يخرب وبتحصل وحصلت لي وانا لعيبة وكان بتأثر علي انا نازل المطش ولو لا اقدر الله تعادلنا ولا اخسرنا انا عارف ان المدرب هيمشي فانت مش بيدك مش مسئوليتك يعني انت بتحس انه خلاص ما هو كده كده اللي شايلها حد غيري خلاص ده قرار مجلة ادارة وبعدين وبعدين لو مدرب يعني احس ان هو ماشي هو فانا بالنسبة لي هبدأ في حتة كده اقول ايه ولو انا مبلعبش مسلا او بلعب قليل هبدأ ان انا اقول ايه طب ما خلاص بقى يا رب نخسر مطشك جاوي غرف داي مش يا رب نخسر عشان ابدأ مع مدرب الجديد هيجي بقى يشوف الناس لسه من الاول وبتاع ومش يا رب نخسر انت من جواك خلاص كده كده هتغير وممكن لو كسبت هتغير برضو فانت سينير مطش اصلا بتلاقي مش موجود معاك مش فريق لك ما عندكش الحافز ان انا انزل اكسب وانا عايز اكسب عشان النادي وعشان الفرق ادارات الاندية صعبة برضو في مصر بصراحة يعني في ادارات كتيرة يعني تحس القرارات دايما ولدية اللحظة مش مدروسة انفعالية مش عارف ايه شفت ده بص هي انا شفت ده بس انا بعذر ادارات الاندية معظم الادارات برضو ما بقاش عندها خلي بالك برضو ادارة الكورة فرقة الكورة غير ادارة اي شركة لأ معظم الادارات بقاش عندها ايه بقاش عندها اللي بيحصل جول الخبرة اه يعني طب انا هزورهم ليه ما انت دلوقتي في انا مسلا مسلا انت مسلا رجل اعمال فتعمل انا مش فاهم في الحتة دي او فاهم بجيب حد بجيب حد فالحد ده بقى هو المفروض هو اللي يتحاسب والحد ده هو اللي بيعمل كده مؤهلته ايه بقى الحد بالزبط هي دي بقى قصة اه دي بقى الموضوع خلي بالك يعني الموضوع مش معقد يعني الموضوع معقد وما لهوش برضو هتعمل ايه فبتيجي انت بتلاقي بقى الراجل ده بيعرف تكلم كويس بيعرف يقول كلمتين مش عارف ايه وانا درس هنا وانا معايا وانا معايا وانا معايا وانا معايا ولا حاجة هو اللي العظيم معين انت الفلوس دي ممكن تتوجه في حاجة حسن من كده بكتير وتعمل نتائج اكتر من كده بكتير خلي بالك برضو هروح لحتة برضو الناس كلها بتقول انديت الشركات ايوة انديت الشركات عاملة طفرة في الكورة جمدة جدا 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 ايه بقى الطفرة اللي عاملها انديت الشركات ان انت فيه منافسة في الدوري خلي بالك عبدالرحمن منافسة ايه بس هي عايزة عايزة تنظيم شوية ان لو انديت الشركات دي دخلت في نادي جماهيري طيب ماشا خلاص طبعا انت كده ريحتين يعني انا مثلا مش عايزة اقول اسامي بس ناق شركة فلان دي لو خدت مثلا نادي منتخب السويس باسم ناق الشركة هي هي بس انت بقى عندك النادي موجود والشركة موجودة وجمهور موجود ايوة اصلا انديت الشركات مفيش ايه الطفرة اللي عامل يعني بغض مزرع ايه الطفرة يعني فيه عندية عملت حاجات محترمة مثلا زي نادي سيراميكا مثلا وصل فاز بالبطولة صح من النادي المصري لو هترجع بقى عشر سين وعشرين سنة انت عندك عندية الشركات خد بطولات العشر خمسشرة سينة اللي فاتوا اكتر من نواد الجماهيرية عارف ليه عشان معاهم فلوس عشان معاهم فلوس حاجة وحشة بس حاجة وحشة بالنسبة لي ان دلوقتي مثلا الموارد قليلة بالنسبة لانديها الجماهيرية فلما بيجي نادي شركة بيدفع من فلوس الشركة اللي معاه فبالتالي هو موارده اكتر من نادي زي الاسماعيلي مثلا فبيبتدي ان الانديها الجماهيرية دي مش قادرة تنفس الانديها للشركات فيبقى تلاقي ان الخمس ست الانديها اللي فوق انديها الشركات والانديها اللي هي جمهور في القاعه وبتهبط وفي الاخر النتيجة دوري سبعين في المية من ماتشاته ما حاجة تفرج عليها يعني ما حاجة يعني انا اسف لا يمكن حد يروح الانديها دوري اعتبر محتكر دلوقتي الانديها معينة ما انا بكلمك في كده ماشي ما انا عشان كده بقوله هي لو اتعملت بص انا بكلمك في نقطة معينة كمان الارقام عالية جدا يعني الانديها الشركات دي بتدفع ارقام كبيرة لان الشركات دي غنية فالانديها التانية مش عارفة تنفسها في الصفقات فاللعيبة الاحسن بس الرافع الارقام مش الشركات مستشار تركي قال الشيخ مش شركات بس مكملة للوقتي الرقم من 10 مليون وال8 مليون ده اللي خلقوا وساهلوا الشركات ده بعد ده بعد ما المستشار دخل وكان هيدينك هتتختلف واللي حصل حصل انت عارف النهاردة لو اختفت قندية الشركات ادخن عقد برا قال لي وزمالك هيبقى يبقى كام يبقى 2 مليون مسلا لو اختفت قندية الشركات مش هجيب 2 مليون هترجع بقى زي الـ للسبعمية والتمنمية وهتلاقي برضو خلي بالك برضو انهالتي هتحط اللعيبة في حجمها الطبيعي عشان دلوقتي فيه اللعيبة تاخد ارقام بسبب منافسة الصفقات بس هقولك حاجة هتلاقي برضو فرق بين الاهلي والفرق الجمالية التانية برضو ليه هترجع نفس المشكلة ان برضو نادي مثلا مثلا نادي المنصورة برضو معهش فلوس ما هي المشكلة طلع عندية الشركات متدورة هيصرفوا منين برضو مفيش بس هيبقوا شابه بعض يعني هتلاقي كله بتكلم في نفس البدجت فطبعين الاسعار هتنزل فالمنافسة هتبقى قريبة لا مش هتنزل هتلاقي اللعبتك دي كلها بقت برا برا فين هتلاقيها بقت برا في السوق اختلف في اوروبا يعني ايو مش في اوروبا بقى في الخليج بيلعب بس سأقولك الحاجة هو انا لما لعب في نادي جماهيري بيديني مليون جنيه ولا اتنين مليون جنيه انا لو رحت دوري شركات في اي نادي او درجة تانية او تالتة هاخد اكتر منهم برا والله هده يبقى جميل قوي معرف ليه لان ساعتها لما يجي نادي من برا يقول انا عايزة اشتر اللعب ده بخمسمائة الف دولار هيتساب ويمشي بدأ ما هم دلوقتي الانديا مش فريق لها الفلوس انا شايف الانديا هي عايزة عايزة بس نظام تحطه عايزة الدمج اللي انت قول رقابة عايزة حاجة منظمة صح كده منتفقية نظام ان عشان شركة تخش ما ينفقش تخش لوحدك اه او يبقى فيه تنصيق من الدولة مع شركة فلانية بقى سهم بالزبط بالزبط نادي المنصورة مثلا اه لو في شركة دخلت مثلا السويس الاسماعيلي 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 ده نادي محتاج حاجة زي كده بالزبط الاتحاد برضو محتاج على طبعا اه اه لو اختفى الحاج محمد مصلحي شكرا لو اختفى هيعاني عندك نادي كتير نادي مستر كاملة باعلي في المصر بالزبط نفس الكلام نادي مستر كاملة لو اختفى هتلاقي أن دي المصر بعاني بالزبط فهي قصة عايزة تنصيق وعايزة يبقى في الدولة لها رقابة وليها ان ما يبقاش كده الفلوس بتتريمي وخلاص ما خلقك كده كده الفلوس بتتريمي وخلاص اه او الله نادي الشركة انت محدش بحاسب من قصد كده وفي اهل وزمالك انت مرحب بعنية الشركات لو اندمجت مع ان ديها جمهارية طبعا والدورة هي كان عندك ودي دجلة فرقة قوية كان عندك حرص الحدود فرقة قوية كان عندك الجيش فرقة قوية كان عندك بقى فرقة بتطلع وتنزل مش قادرة وكانت فرقة كويسة بتروا الأسيوط مثلا أنا فاكر أسما أنت أسيوط قاعدوا فترة فأنت عندك كان كل دي شركات وخدوا بطلقات أمبي خد كاس مصر ولاعب في أفريقيا حرص الحدود خدوا ولاعب في أفريقيا الجيش خدوا ولاعب في أفريقيا فالناس دي ضافت وطلعوا لعيبة المنتخبات وطلعوا لعيبة نادي الأهل ونادي زمالك أنت عندك كوادر دوقتي في نادي الأهل اللي جاي من نادي دي والد سلمان ناس كتير ناس كتير فهي زي ما لها ميزة لها عيب هي لو حصل بس زي ما بنقول يعني شوية زي ما هي أصلا المنظومة عايزة عايزة شغل يعني وعايزة تنظيم كم لعيب في الجيل بتاعك في الحرس كان يلعب أهله زمالك لا كتير كم مسلا يعني مش هقل من خمسة ستة اه احنا الخمسة ستة دول روحوا منتخبوا لعبوا بالزبط وخلي بالك احنا كنا ستة سبعة كل موسم بيجيلهم أهل وزمالك والإدارة بترفض وانت منهم اه جالك أهل وزمالك جالي أهل وزمالك جالك يعني قربت في وقت من الأوقات تروح حاجة فيهم اه في وقت انا فيه وقت خلاص انا كنت الموضوع منتهى بنسبالي في الأهلي بس حصل من جزارة بورسعيد وموضوعات أخرى شوية وانا كنت كان عادي خلاص خلص في الحرس وسفرت روحت لرس بس انا كنت ساعدتها استعجلت بص انا كنت مشكلتي وانا بلعب اختياراتي ما كنتش موفقة شوية عشان كنت الواحدي برضو معيش حد اختياراتي مدمرة حياتي شوية اه اه والله دي حقيقة كنت يعني لو كما يحد اخد رأيه فيه كنت ممكن استنى شوية بس انا بحسك يعني يعني بجد يعني بدون النفاق يعني انت راجل بزاكي وبحس دائق من زمان وانت ليك قراراتك بتبقى محسوبة وكده كنت اه بس بس فيه يعني في موضوع الأهلي ده استعجلت لما رجعت من اللرس كان برضو في موضوع كان أهلي يتفتح وكان زمالك وقتها برضو استعجلت استعجلت انت ما روحت شوية ده استعجلت روحت حاجات تانية طب يعني لا خلينا في الأول بتقولي كان قدامك الأهلي وروحت اللرس الأهلي موضوع الأهلي كان لنا خلصان بس لما حصل المجزرة اه اه اتقالي عايزين بس نصبر شوية عشان ده مش وقت صفقات جديدة اكيد على مدينة اهدى فانت لك كان فيه لرس وكرة في مصر ملامحها دبابية فأيه قلت اروح على العبار انا كنت هستنى بس برضو كان وقتها كان وقتها مصر كوبر موجود في المنتخب كنت انت موجود فكان هو كنتش مع كوبر بس اه برادلي كان موجود معانا فكان هو برضو من الناس المقتنع بيها جدا من اول معسكر كنت موجود معا وقال لي بص انا اللي هيلعب موتشاط هو اللي هيلعب حتى كان وقتها بنسبة 95% اهل وزمالك المنتخب كان هما العبوا افراقيا بس فقال لي انا عارف ان انت جايلك النادي الاهلي اللي انا عندي المعلومة دي بس انا عايزك تسافر حتى انا قلت له انا جايلي اه نادي ببلجيكا ونادي كذا وكذا وكذا نادي اه كان مستر ماجد سامي في مصر هنا وقال لي لو جدت دي اطلع برده توقع الله هو قال لي قال لي ودي لا هو كان مع اي حد بلعب في اي حتة في اوروبا كان بالنسبة له دي او هو قال لي كيف قال لي عشان تلعب معايا كمان انا انت عارف انا بحبك وانا مقتنع بيك وكان كابتن زاكي برضو قاعد معايا وحتى كابتن زاكي بقى قال لي قال لي رجل بيقطنع بيك وانت من اول معسكر موجود معنا قال لي سافر قال لي انا عايزك تسافر فرحت لعبتي في ليرس فكان الموضوع بقى كان فيه يعني ايه استعجال برضو كتير من ناحية التانية فرحت لعبت ايه في ليرس لعبتي موسم حلو بعد الموسم بعد الموسم رجعت مصر ماشي ترجع بقى على اهلي او زمالك المفروض انا كنت رجع على رجل دجلة انا كنت قعارة اه برضو كان الدوري مش واضح بدأ دجلة يعني يقلل الفرقة شوية فكان مستر ماجد قال لي يعني استنى نشوف عروض اهلي وزمالك ايه بص دينك هتساعتهم لغبطة ايه الكرة في مصر كان ملامحها ضبابية جدا مستر ماجد برضو كان عايزي يعني فلوس مقابل في البيع اه يعني هو برضو راجل عايزي دخل ايه فلوس بالظبط اولا لي استسماني فالناس قالوا لي كان وقتها برضو اهلي وزمالك احنا مفيش فلوس تتدفع فالله حصل انا سيبت بقى الموضوع بقيت سايبه خالص ما بتكلمش ولا عايز امشي ولا عايز اعود سايب سيبت الادارة الدجلة تعمل ايه وحصل بقى عدى الوقت اه الوقت عدى شوية رحت بقى سموحة ساعتها كان كابت الحمدة اكلمني وحنا بنعمل فرقة العبت شوية حلوين في سموحة سنتين ونص برضو كان من السنين المواعزة برضو طب تجربة ليرس دي اه يعني اه ما عرفش يعني الانتباعي كده عنها برضو كان فيه مصريين كتير صح? اه ليرس كان فيه كنت كام واحد اه اه انا رحت كان فيه هناك اه كان دودو الجباس بس وحسين سر محمدي اه 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 رحت انا كنا تلاتة مصريين بس اه اه اصلا فيه وقت كان فيه ناس كتير فيه بقى في شهر واحد جال لكم بقى راحوا فرق الدجلة كلها اللعبة في في ترن اوت في ترن اوت اه لا ترن اوت ده كان بمناسبة نادي في الدرجة التانية اه بس لا انا بكلم على ودي دجلة يعني على ليرس قصد هو لما راحوا ترن اوت فخمس لعب اجوهم من ترن اوت عندوك لليرس اه اه فدي برضو عمل اتقلق شوية على اللعبها من مصرية حاصلت ان هي ما بقتش يعني معرفش كتير المصرين عايز اقول ايه كان ردف عليها وحش اه ردف جزعت كده شوية وبدأت الناس تركز معاك اه انت محسوب على رئيس النادي والجمال الجمال اللحم الرئيس النادي جايبهم بالزبط اه انا كنت الكلام ده كنت باسمعه بالزبط وفي عز ان انت ماشي كويس يعني انا الحمد الله كنت ماشي بشكل كويس اه بس مش حاسس بقى انك في اوروبا وتتعامل المعاملة ديوب انا في موتش كنا بلعب اه كلاب روج وكنا خسرين اثنين صفر وتعادلنا اثنين اثنين وانا جبت الجول التالت بدماغك اه برجلي كان كورنر اه كورنر وكسبنا ثلاثة اثنين انا افاكر موتش ده كويس اوي هم اهناك عارف بعد موتش الموزيع الداخلي الجول كذا فران اللي جابه فالجمهور بيقول الاسم مع الموزيع ايو فانت اسمك بيتقال من مجموعة معينة مش اللي هم مش الجمهور الرئيسي مش الجمهور الرئيسي يعني الجزء معين بيتقاله فانت كنت محسوب على النادي يعني انت قصد الجمهور هناك مكنش متقبل الفكرة دي يعني في الاخر اه 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 حس بقى ان لو عصرين كتير والموضع مش مظبوط ومش سليم اه 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 لما راح فرقة دجلة كلها عملت شوية لغباتها فانا ساعتها برضو قررت ان انا هاجه بقيتش مبسوط بقى بقيتش مبسوط وانت هم هناك برضو عنصرين شوية اه اه شويتين تلاتة يعني في اه فاستفزوا فانا قلت برضو عارب بقى حتة بقى بتاع تلعب المصر بقى انا انا في منتخب مصر وانا ارجع اعمال في مصر احسن برضو كان برضو من الكرات الغلط يعني كنت مفوت تكمل في الدرس؟ كنت لازم اكمل يعني كنت لازم اكمل على الاقل موسم كمان عشان ايه اللي يحصل يعني؟ يعني انت رحت دولة ودوري كويس وبتلعب فكنت لازم اكمل يعني كم الموسم كان ممكن السنة اللي جاي يجيلك عارض كويس من هناك؟ اه ممكن اه حتى لو كملت موسم تاني وارجعت مصر كانت الظروفة تبقى احسن في مصر ايو اه انا استعجلت في رجوعي ولما استعجلت في رجوعي استعجلت في قراري برضو معاني رحت نادي محترم سموح طبعا اه لا 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 مفيش مشكلة طبعا في الاختيار ولعبنا ابطال افريقيا ولعبنا وصلنا تاني دوري وصلنا نهائي كاس مصر تاني دوري فرق جون اه كنتوا تاخدوا الدوري دا كان يبقى احوار دا اه والله فرق جون كان يبقى احوار كبير دا كنت تتسطروا تاريخ ساعتها برضو كانت من الموسم الحلوة او ازي مع كابتر حمادو الصراحي حاسس ان عدم لعبك لأهل وزمالك دا يعني ازاك جامد ما ازاش ولا حاجة ولا عادي هو عادي هو بص طب بلاش بالعكس اهل وزمالك لو كنت لعبت اهل وزمالك كان ايه اللي حصل بيخلي رصيدك موجود عند الناس اهل وزمالك بيخليك موجود في المجال القروي اكتر اه كان زمانك دلوقتي مدرب اسهل مدرب اسهل في الاعلام اسهل لنما انت برض اهل وزمالك كان زمانك محلل الموضوع اه اه ممكن اه والله الموضوع ببقى اه يعني بقى يعني في معاناة شوية اه بس في الاول وفي الاخر برضو انت اللي ربنا تكاتبولك بتشوفه اه والرزق دا يعني بتاع ربنا محدش بيقدر يعمل في حاجة يعني اه طب وفي مميزات مثلا ان انت ملاقش اهل وزمالك ولا لا طبعا كلها كانت تبقى هقولك بقى الحاجات اللي انا كنت بشوفها بس ما كنتش ببصيلها يعني انت ممكن تروح اهل وزمالك وحياتك تنتهي يعني انا دي شوفتها مع لعبة كتير كانت مكسرة الدنيا وراحت اهل وزمالك انتهوا من بعد ما دخلوا النادي الاهلي ما تشوفهمش تاني حتى هما نفسيا من كترة ضغوطات نهارو استحملوش نهارو لما حتى بلعبوا في نادي تاني ما مش مش نافعين ما فيش طبعا دي ما كانتش هتحصل يعني عشان عشان انا شو انت لعب جامد وبتاع لا والفترة اللي روحت يعني الفترة اللي كان فيها اهل وزمالك انا كنت يعني قريدي لعبت منتخب وتحطت في ضغوط وكنت بلعب مع نادي بتاع في افريقيا وكل حاجة بس برضو كنت تقول ايه يعني اللي بيختاروا ربنا احسان حاجة طب انت بقى عملت تقول لي ده الفرق بين الجيل بتاعنا والجيل بتاع دلوقتي اصل الشخصيات اصل مش عارف ايه اصل بتاع اا دي لايو لم عليها يعني فهم هو خلاص ده السوق دلوقتي لا انا مش بدي اعمل ايه انا بتكلم ان الجيل دلوقتي اا ما عملوش حاجة للكورة المصرية مبدايا هم كل اللي اتعامل لنفسه ايا كان بقى منتخب او لعبه في نوادي يعني عايزهم يعملوا ايه للكورة المصرية مسلا ما انا هقولك واحدة واحدة بس انت دلوقتي الجيل اللي احنا بنتكلم عليها بطريقة والناس دي الناس دي عملت ايه في الكورة المصرية ثلاثة افريقيا و كنا نوصل كاس عالم و في جزء منهم وسل فعلة و في الوقات انت كنت منتخب مصنف ترتيبك التاسع تاسع تاسع في التصنيف الفيفا بالزبط كده فانت دلوقتي كجيل بصمت خلاص بصمة مش هدت لسي ابدا عملت حاجة وجيل زهبي و كل الناس بتتكلم علي حد دلوقتي مظبوط تعال دلوقتي بقى احنا الجيل حاليا فرديا هم مديا و تاريخ عملوا لنفسهم حاجة جمدة جدا اللي راح منتخب و اللي مراحش ماشي يعني اللعيب اللي مراحش و منتخب دلوقتي هو مش محتاج اصلا عامل فلوس كويسة انت فيه لعيبة دلوقتي ملعبتش اهل و زمالك و عاملة ماشاء الله يعني ربنا يحميهم و يحفظهم و يبارك لهم عاملوا فلوس كويسة جدا من قنية الشركات اللي هي عاملة طفرة بالزبط ما ده اللي انا بقوله تعال بقى اكلمك فالناحية الفنية اللعيب ده بيقيم مدرب دلوقتي اللعيب ده مش عاجبل المدرب الفلاني يعمل ده بيعمل كذا و بيعمل كذا انا شوفنا ناس وعصورتي ناس ما بتكلمش كلمة على المدرب وحشا اللعيب نفسها بتسندوا مهما كان يهل الليعب ده بيعمل ايه و مهما كان بيحصل ايه العقلية الفرق بين الجيل ده والجيل التاني معرفش بقى انت بقول لي ما عملوش حاجة احنا 2018 روحنا كاس العالم 2021 سعدنا نهائي افريقيا باين 2017 قصد سعدنا نهائي افريقيا 2021 من تاني سعدنا نهائي افريقيا ايو بس مش موفقين ايو نخفلنا ضربات جزاء وكان ممكن ضربات جزاء نصحة كاس العالم تاني يبقى سعدنا مرتين واربعة جيل ده فرق ضربات جزاء كانت زي ما عمل حاجات يمكن جيلكم ما عملهاش دي حقيقة يعني انت خيل لو كسبنا ضربات جزاء بتاع السنغال المرتين كان زي ما عملنا اصليين مرتين ولا بعد كاس عالم واغدين افريقيا انا مش بتكلم على جيل المنتخب اصلا ليه بتناقش مع كده انا مش بتكلم على جيل المنتخب انا بكلم على جيل حتى في النوادي جيل المنتخب ده انا تكلمت في احد البرامج جيل المنتخب ده تظلم من كتر المدربين اللي بتجيله ما عندهمش استقرار فني بس هو محطوط في خانة اصلا ما ما عملوش حاجة للكورة. صح? في مصر. ما عملوش حاجة تاريخ للمصر. ما عملوش مش عارف ايه. هما هما واقع يا عبدالرحمن ما انت انت شاركتك كان بطولة. طب ما احنا 2006 كان ممكن نخسط ضربات الجزاء. انا انا اتكلمت اقل ما اتكلمت عالجيل ده قلت. مم. الجيل ده طلق عشال المسؤولة لوحده. ايوه. طلقوا من غير جيل اصلا. هما لوحدهم. اه. طلقوا لوحدهم. اه. من غير من غير منتخبات شباب. ما فيش هما جيل. يعني انت اقلوا ما برادلي جي. مستر برادلي جي. ايه اللي حصل? ايه اللي حصل? ايه اللي حصل? ابتنا احمد بطل. ابتنا احمد حسن. اه شوية ابو تريكا راح مبطل. لا ابو تريكا كمل معنا الفترة. كمل التصفيات. بس ما ما لما لما بعد غانا كل الناس دي بطلت. كان عندهم اه امل. لا وكان برضو بياخد منهم السنين الاخيرة يعني. وكان عندهم امل ان احنا هنروح. نوسك. وكانت الدنيا مشى كويسة في التصفيات بقى كنت موجود. وصلنا ولما حصل ماتش غانا الناس بدأت ايه? واحدة واحدة خلاص. بالزبط. تعالى بقى الجيل ده اشتغل مين دخل بعد كده كبتشوء غريب. اه ما رحناش اصلا مفرد. اصلا لا لا ما وضعه تاني. ما رحناش افرد. ايه ايه ايه. اه بعدها تاني ما رحناش. عادنا تقريبا بطلتين او تلاتة. تلات بطلات ما رحش. فكل ده من اللي شايله. الجيل ده. اتظلموا عشان كده انا بقول لك. اتظلموا في ايه? مهمين اللي ما بيروحش. مهم اتظلموا في ايه? انت ظروف كات بلد. اه مدرب اه ما يحصلش اه ما كانش في دوري ما ما عندكش قاوم منتخب ما تروحش. احنا احنا فيه وقت من الوقات ما كانش فيه لبس عبر رحمان للمنتخب. اه فاكر. انا فاكر اللبس. تعرف ان اقسم بالله العظيم ان مرة المنتخب اللبس لبس مضروب? انا دي ما حضرتهاش. لا انت حضرته. انا حضرت فترة. اللبس كنا. ممكن. اه. لا انا حضرت اللبس كان بيتاخد واحنا مشيه من معسكر. اه. سلم اللبس. اه. دي كانت بداية جيل. فدي بداية هم عشان كده بركة ظلم وقاعدوا فترة فترات ما مدروحش افريكي. انت بتتكلم بقى تلت بطولات يعني ست سنين. ست سنين اه. محسوب عليهم. هم حظهم كده. جد بدأت الامور تستقر شوية. لما جيه تقريبا اه. اه كوبر. لا. قبلي كيروش. قبلي لا. قبلي كيروش. جيه شوية البطولة اللي في مصر. طيب. لا كان اجيري ده. اجيري بتاع مصر ده انا مش هنساها طبعا. هي كوبر اللي بدأ يزبط القوام المنتخب. طب يعني الجيل بتاع دلوقتي ده قصتك مش في قصة بقى نوما ما عملوش تاريخي ولا ايه يعني. لا انا بتكلم. العقليات. ان الجيل ده. انت انت دربت مسلا. لقيت ايه مسلا. ما هو ده اللي انا بقوله. انا دربت انا شفت لعيبة مش انا مش حاز اتكلم برضو عن اللعيبة عشان هما انا كنت في مكان واحد بس. لا مش مش بنقول ان كل اللعيبة. انت اكيد دربت. اصلا انت مش مكان واحد. انت دربت وروحت وتعاملت ولعبت ومطشاط واشفت لعيبة من من ناديك ومن نادي تاني وغيره وسو. انا انا شفت ومش في نادي فيتشال بس برا. ايوة. اللعيبة بتقيم مدرب عبد الرحمن ودي اكبر اكبر حاجة غلط. ما ينفعش. طيب ما في مدربين فعلا ممكن. اللعيب الجيل ده لازم يعرف انا لعيب بس. انا انا لايه تمريني. وانا لايه شغلي بعمله بس. طيب النهاردة لما يجي مسلا اللعيب انا والله بجد ما عايز بقى اخطي لعيبة. بتعالف لو ركزوا. لما يجي. لو ركزوا. لما يجي. انا اقولك. نقطعك بس حاجة اه. الجيل ده لو ركز ستين سبعين في المية من التركيز اللي الجيلي اللي قبليه كنمركزوا. وحطوا ربنا بفحتة تانية. عبد الرحمن احنا زمان البروتين اللي بيتاخد بعد التمرين كنا بنخف ناخده عشان نقولك فيه النشطات. كناش بناخد حاجة. انت دلوقتي عندك الموضوع اختلف. انت عندك دكتور تغذية. في النوادي بدأت تجي. دكتور احمال. النوادي دلوقتي. مدرب احمال. مدرب احمال. ايو. اه. عندك استشفى على اعلى مستوى. عندك نزام تدريبي دلوقتي بقى مختلف. في معظم النوادي. عندك نوادي دلوقتي بتجيب لك سابلمنت. جاهزة من كل حاجة. حاجات اه باور قبل التمرين. وحاجات ريكافوري بعد التمرين. وحاجات بتعوض في وسط التمرين. وفي وسط المكملات. كل ده انا وانا بلعب. كنت بترعب ان انا اخد حاجة زي دي. فدي حاجات بتتعليه كلعيب. وبالتالي فيه لعيبة دلوقتي برضو ممكن درجة الثقافة يعني او درجة المعلومات اصبحت متاحة. فاحنا اللعيب ممكن يلاقي مدرب ماشي بمدرسة قديمة مثلا. اه ماشي بحاجات. فطبيعي اللعيب يعني يقولك ته بصو ده ده بيعمل حاجات سنة سبعين لسه. وبتاع. فطبيعي ان اللعيب ممكن اه او مسلا انا 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 حضرت مسلا ده انا تعرف ان انا صحابي طبعا لعيب الكرة كلهم. اه لاقي مسلا زي ما بقول لك. مدرب مسلا في الدور الممتاز. فرقة تخسر ماشي تاني يوم. تعالوا. عشر سبرينتات. انا همزأكو. انا هوريكم. طب انت مش عايز ده واحد يقيم مدرب. ده مدرب ما عندهش فكرة. لأ. هنرجع. يعمل ليه بقى في الحالة دي. عشان كده المدربين هم اللي اللي التعليمهم واحانا بيبقى. هنرجع. بتحط نفسه عرضة اللعيب يقيمه. فاهم اصدق? هنرجع للموضوعنا اللي كريمنا فيه في الاول. انك انت لازم تحط نزام تعليمي وتطوير المدربين. ماتفق معك. ده انا كمان كنت بتكلم مع حد. انك انت لازم تطور اللعيبة. كمان. يعني النواة دي لازم تعمل. اه تجيب بقى live coach في صح والله. مع الفرقة دي مهم جدا يطور اللعيب. خلي بالك فيه لعيبة كتير عندها مشاكل نفسية والله العظيم. والله العظيم صح. ربنا فيه لعيبة عندها مشاكل نفسية كتير. لعب لما بيجيب عربية كويسة لما بيمسك فلوس كويسة. بيحصل له. صدمة. بقى لاش فلوس. عشان ما نبقاش. لما لعيب. حياته بتتغير. هو كان عايش في بيئة. خمس ست موتشات كويس. ويبدأ الناس تتكلم عليه. بيحصل له حاجة مش مظبوطة. دي المدرب يعني منها. صح. لما انا اطور المدرب. المدربين كلهم. في الحتة بقى هنتكلم في علم. مش هنتكلم في المدرب لو لو حصل فيه تعليم وحصل فيه شغل بدني كويس. وعندك live coach بيخليك تتعلم لعبد الرحمن ازاي. بيخليك تعلم لعبد الرحمن ازاي. ايوه. مصد عبد الرحمن غير غير احمد. صح. انا ممكن اجي لما شد عليك. فلان ده لما تيجي تقعد معاه وتكلمه وتدله ثقة يديك على مستوى. وانا شفت الكلام ده. فيه لعيب غير اللعيبة. دي حقيقة. فيه لعيب عنده موهبة كبيرة جدا 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 جدا. لما تقعد تزعق فيه. ما يجيش. وتطلب منه يعملوا كذا وكذا. هيعمل منك كده. لما تعالى ناصر ايه ناصر. انا قلت اسم معلش. يلا لا لا ده اسمه مهم جدا. انا قلت اسم. ده اسمه مهم جدا. لما تيجي تقول لي فلان ده. انت انت عندك. ولما انتفق معاك في موضوع الناصر بالذات فعلا. انت عندك امكانيات. ما يجيش بال بالتعنيف يعني. انت عندك امكانيات يا ابني توديك في حتة تانية. ايا كان اللي انا قلت اسمه ده مؤثر في حق نفسه. لما يبقى عندك امكانات زي دي. انت مش محتاج حد بقى يقول لك اعمل ولا ما تعملش. اشتغل انت على نفسك فيه لعيبة برضو. بيتعند المدرب. وده مش صح. اي لعيب هيعند مدرب. هو الخسرون. هو الخسرون. والله وانا دي دي مقولة شهيرة عندي كل صحابي يقولتها لهم الف مرة. ودي بقى. يقول لي والله العظيم ما هعمل له. اقول له خلص. حصل. ابوص حصلت معاه شخصيا ويعني اتضرت منها كتير. اي لعيبة هيعند مدرب هي اتضرر. انت الخسرون في الاول في الاخر. انت عملت كده وانت لعيب? عانت مع مدرب? مش عانت بس اه فكرة برضو انك انت بيجي في دماغك ايه عامل مدرب ده ما عندوش فكرة. طب ما انت هو بتقيمه وانت كمان اقول جي له القديم. بس بس. لا ما انا اقولك لا. كده كل الاجيال بقى. لا انا 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 ما كنتش بتكلم احد عمري. بتقيمه جوه جوه راسك. شخصية انا. اه. بتخلي رد فعلك انت. اه لما المداري بيقولك حاجة. لا. انت مش مقتنع. اه. فدي بيتخلي رد فعلك هو كمان. ما هي دي برضو ما خلي بالك هو انا هو انا هو انا بقولك انها كان عندي منتالة دي مش عارف ايه. لا ما انا كنت برضو محتاج حد ومحتاج حد يواعيني وكنت بقى في حتة تانية برضو. لو كان معاك لايف كوتش مسلا كان فرق معاك جدا. وخلي بالك في فترة حرس الحدود جابه لنا حد وكان بيقعد معانا وكان بيتكلم معانا وكان بيتفرق معانا جدا. فعلا. والله العظيم. التعليم وتطوير الدماغ البني ادم مش عيب. ودخول العلم في كل الكلام ده. مش عيب. مش عيب وهيتورك. واحنا ليه لما كانوا عاملين زمان قالك التعليم ولا مش عارف ايه ولا مش عارف ايه. كنا بنختار التعليم كلنا. هو التعليم اساس حاجة. التعليم اللي هيقوم الامة نفسها. بزا. فانت هتخيل بقى بتتكلم في لعيبة. كلنا كل لعبة الكرة بدقة من تحت السفر. فربنا بيكرمك بتبقى حاجة وبسوشال ميديا. لازم يحصل لك حاجة تهزك. فيه لعيب بقى. ربنا بيكرمه بقب بيسانده. ربنا بيكرمه بصديق. ربنا بيكرمه بهو عقليته بيزبط نفسه. وفيه لعيب لأ. وفيه لعيب لأ. وخلي بالك من ثلاث اجيال فاتو. عندنا كل اللعبة اللي هي المواهب الحريفة. عندهم مشاكل دايما. ارجع بقى لزمان خالص. زمان خالص خالص خالص. وفيه معادلة كده لعيب الحريف قوي بيبقى دماغه. اه. هو ليه. عشان كل الناس بتقوله ده ايه يا ابني مش عارف ايه وانت 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 وبيختلف. لحد وقتنا هذا وما حدش فكر يعالجها. اه. 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 اخطرست اقولك بقى يعني. قبل مسافر. فيه بقى النمازج اللي قدرت انها تتسيطر على الحتة دي. قبل ما يسافر محمد صلاح ما كانش بالمستوى اللي هو في ده. طبعا. كان فيه ناس كتير طالعة في المقولين. وفي منتخب مصر. اعلى من صلاح بكتير. اتفق معك. واعرفهم كمان. ايه. اللي وضى صلاح ايه كده دماغه. اه. وخلي بالك صلاح من صغر هو كده. هو مركز في حاجة. هوصل الله. هوصل الله. بايه بقى. انا كنت بشوف الكلام ده. اه. جيه وقت بضيع فرص كتير ييجي بعد التمرين يشتغل. هو انت اللعيب دلوقتي انت محتاج ان المدرب يقولك كده. ده ده فيه مدربين بقى مسلا. ما يعني بيمنعوا الكلام ده. اوعى تعمل. اوعى تعمل. اوعى تسوي. لا انا انا الصراحة انا الصراحة كلمة اللي حق اقولها. اشتغلت مع كابتن علي بيشتغل الحاجات دي مع اللعيبة. كابتن علي مهير. اه. كابتن علي مهير بيشتغل الحاجات دي وبيعملها مع اللعيبة. التخصصية. بتفرق. بتفرق. تمرين التخصصية. بتفرق. بتفرق جدا. انت المفروض انت كلعيب بقى تيجي تطلب الحاجة زي دي. كنا بنشوف لعيبة تتضايق. لما ايه? لما يجي كابتن علي يعمل كده. يقول لهم يعني تعالوا ان شاء الله. يشتكوا. والتمرين كتير. والاسابات كتير. فاللعيب مش عاجبه حاجة. اللعيب المصري مش عاجبه حاجة. يقولك رتم التمرين عالي. يقولك بنشتغل عاجون كتير. لما تيجي تقلل الكلام ده. يقولك احنا بنشتغلش. احنا رتم التمرين مش عارف ايه. يا عم اعمل شغلك وملاكش دعوة. احنا عند كارثة عبدالرحمن والله العظيمة عندنا اللعيب لما يقيم. تكده بقى لك سنتين بس. او الله اللعيب لما يقيم مدرب او يقيم ادارة او يا عم ملاكش دعوة. اعمل شغلك اطمارا كويس. اكل كويس. نام كويس وملاكش دعوة حاجة. كل ده هياخد منك. انت عارف احنا يعني ايه. القصة دي ملهاش نهاية. بس احنا ربطنا امور كتير او ببعض. لان مثلا. انت بتقول اللعيب لازم يشوف شغله بس. بس في نفس الوقت بيجي في المقابل مدرب مثلا. يعني باين جدا انه هو بيعمل حاجات عكس العلم. اه عكس المنطق وعكس العلم. فاللعيب بالتالي بيبقى مش متقبل. فشغله انه يسمع الكلام بس هو عارف ان الكلام ده مش هيتطوره ولا هينفعه. فمعادلة صعبة حلها اللي انت قلته ان العلم يدخل لكل الاطراف. يعني. وده اللي يعملها. وده واجب المنظومة. يعملها مين بقى ال. ربطة بقى الاندية او الاتحاد او الاتحاد. بالزبط. انك انت تعمل دورات محترمة والناس تدرس شغل محترم. ويبقى الموضوع سهل ومتاح انت. دخلت الدورات الاخيرة ولا لسه? ما فيها حاجة اتعملت اخيرة. مش فيه C والB والA اللي حتعملوا مرة دول. انا معي C والB. اه اه اصلا. انا كنت اخش الA اللي اتعملت بس ما كان وقتها. الاماكن كنت محدودة جدا. اه اه. قد قفلت ما الحقتش فبحاول اخد حاجة برا ومستني وقت مستني حاجة تفتح اوه. اه. والسنة الجديدة بقى ان شاء الله التدريب مع سيزن الجيد او قبل كده? ان شاء الله ربنا يكلم بحاجة ان شاء الله. ان شاء الله. هلا دايك اقول اخرى? هلا دايك انت اصيل اخرى. لا انا طبعا مبسوط جدا لان اه انت عارف اه فيه ناس ممكن ما بتقابلاش بس فيه معزة يعني ما بتقلش يعني احنا متقابلش كتير بس اتعارف انا بحبك جدا. انا انا انت عارف علاقتنا يعني مش مش يعني مش هنتكلم عليها بس انا عايزة حقيق الاول انت وعايزة اقولك ربنا هيكرمك وربنا هي هتلاقي في وقت من الوقات كده هتلاقي نفسك في حتة اه انت احنا في حتة. اللي انت لا اللي انت عايزها واللي انت تستحقها من الناس الشاطرة والناس المتعلمة. اه اه. وعايزة بركلك على كل حاجة انت بتعملها. شكرك. وان شاء الله تكسر الدين ان شاء الله. شكرك شكرا جزيلا. ودي كانت حلقة النهاردة من اه جول كاست مع كابتان احمد ستعيد اوكا. ورجل زي ما بقول راجل صنع تاريخ برحلة صعبة ما كانتش لا ميسرة يعني بالشكل الثالث زي ما سمعته زي ما اكيد استمتعته. اه وانا شخصيا استمتعت. وان شاء الله تبقى الحلقات اللي جاي كمان اه جميلة زي كده. ومع ضيوف اخرين مميزين. اشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى قادمة. مع السلام.